اشتركوا في القناة السابعة مساء بتوقيت بلاد التطور والابتكار الامارات العربية المتحدة السابعة مساء بتوقيت فلسطين الحبيبة اللهم احفظ ارض فلسطين واهلها وارفع الظلم عنهم اللهم احفظهم برحمتك وامنحهم الكوة والصبر اللهم اجعلهم في امانهم وسلام وانصرهم على من ضلوهم دقت ساعة السوبر دقت ساعة العمل هنا في ضيافة دولة الامارات الشقيقة وتحديدا في العاصمة الاماراتية مدينة ابو ذبي اللقاء الختامي للنسخة رقم واحد وعشرين لكأس السوبر المصري بالنيو فورمات بين الاهلي ومودرن فيوتشر الشكل الجديد لأول مرة بمشاركة اربع فرق وكما عهدنا السوبر المصري في السنوات الاخيرة يقاو فوق الاراضي الاماراتية عرض مستمر بنجاح منقطع النظير للمرة السابعة في تاريخ السوبر تقامل بطولة في الامارات الشقيق وسستمر بحول الله لاربع اعوام قادمين ننعم فيهم بالاجواء الخيالية والمشاهد المبهجة زي اللي شايفينها امام حضراتكم في ملعب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان هدور لأكثر من خمسة وعشرين الف متفرد يعني امتلأت بهم جنبات استاد محمد بن زايد اللي بيكتسب اللون الأحمر ما اشبه الليلة بالبارحة في مطلع الاسبوع الحالي امتلأت مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالأهلوية والنهاردة توافت جنهور النادي الأهلي الذي لا ينضب ومن بلد عربي آخر لملء جنبات هذا الملعب في ختام جولة الأهلي الأسيوي جولة نجح فيها الأهلي بالحصول على برونزية العادة للمرة الرابعة في تاريخه في المندياليت واليوم تحدي جديد لبناني الأهلي منظومة لا تشبع ولا تكل ولا تمل من حصد البطلات والألقاب في مواجهة طرف النهائي الآخر فريق موضر ميوتش فيوتشر اللي كان حقق المفاجأة في لقاء ماراتوني بطل الأمامنا خير الأجناش الحارس محمود جنش في اللقاء ماراتوني انتهى برقلات التاريخ 14-13 أقول لحضراتكم تشكيل الفرقين نبدأ بالنادي الأهلي النهاردة في حرس المرمى موجود مصطفى شبير رقم 31 خط الظهر من الشمالي نصر كرتاجي أهلاوي التونسي علي معلول 21 طلبية دفاع دوليين محمد عبد المنعم 24 ورمي ربيعة 5 في الليمين محمد هاني أيضا لعب دولي رقم 30 وسط الملعب بيلعب 4-3-3 مارسل كولر المراوان عطية بيعود النهاردة اللي يشترك من البداية رقم 13 أمامه إمام عشور ورقم 22 وأحدث اتشافات مارسل كولر أحمد نبيل كوكا 36 وأقضمهم مثلث قعدته حسين الشحات 14 وفان بيرسي تاو اللعب الضفانة وفي الأمام محمود إلكتريستي كهرباء رقم سن بينما تشكيلة مودرن فيوتشر النهاردة بيلعب ريكاردو فورموسينهو المدير الفني البرتغالي بتشكيلة مكونة من جنش في حراس المرمى رقم 16 جوزيف جوناثان الدولي الكاميروني 13 علي الفيل رقم 6 محمد ربيعة 26 باسم علي 2 وفي وقصة الملعب محمد صادق 28 غنام محمد 27 عبد الكبير الوادي رقم 22 بابا دوندي بيلو 31 وفي الأمام الثنائي هجوم ماروان محسن وأحمد عاطف انطلقت صفيرة حكم اللقاء النهاردة حكم سوبر من أجل لقاء سوبر الحكم محمد عادل بيعون مساعد أول محمود أبو الرجال ومساعد ثاني أحمد حسان طه محمد معروف حكم رابع وعنفار موجود محمود عشور ويوسف البساتي هذه مارسيل كولر لكن الصورة جاية مع ريكاردو فرمزينيو المدير الفني البرتغالي اللي كان أقصى يعني مواطنه جيم باتشيكو في لقاء السيمي فان الكرة عند علي معلول في الجبل يوسر معلول يلعب كرة طولية عند كهرباء كهرباء إداله راحة مارسيل كولر في اللقاء اللي فاته كان كابتن حازي الأمام نتكلم قبل اللقاء على الرجل المضغوطة جدا للنادي الأهلي في شهر ديسمبر هذه مارسيل كولر 63 سنة خمس بطولات أتى على الأخضر اليابس في الموسم الماضي ويطمح لأول ألقابه هذا الموسم مع النادي الأهلي برونزية العادة في المنضياليتو هذه علي معلول علي 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 يعمل فنتو يحطها لحسين الشحات حسين حسين داخل منطقة الجزاء حسين لكن يضغط على طول اللاعب غنام محمد ويطلع الكرة طولية طولية عند أحمد عاطف المشاكس لكن يضغط عليه ماروان عطية أيضا نعم براحة في اللقاء الماضي مصطفى شبير مصطفى يحطها لمحمد هاني يضغط أحمد عاطف محمد هاني ترئيسة كده يعني تنتزع أهات الأهلوية الموجودين في ملعب محمد بنزاي ماروان عطية ماروان ظاهر له علي معلول في الجبل يصل حسين علي معلول فيوتشر على يمين الشاشة بالتاقم المودرن فيوتشر بالتاقم الأزرق بالكامل والنادي الأهلي على يصار الشاشة بالتاقم الغني عن التعريف الأحمر والأبيض علي معلول تصطدم بظهره لكن من حسن حظه أن يعني التدخل في اللقطة اللي فاتت من باسم علي تطلع كورة رامية تمس أدي ريكاردو رد على جوسي مورينيو في المؤتمر الصحفي مكالمة كلفته عشرين ألف جميع هذا محمد صادق في وسط الملعب إكس الدرويش محمد والقادم من بيراميدز يضغط عليه على طول اللعب أحمد نبيل كوكا فيروح ليع محمد ربيعة في وسط الملعب ضغط هنا من مران عطية لسه الكرة في وسط الملعب عند غنام محمد والضغط من إمام عشور على محمد صادق وبيرسي تاو دون ارتكاب خطأ وهنا يعني إصابة للعب محمد صادق تمنى السلام لمحمد صادق بقول لحضراتكم هذا الملعب كان تم افتتاحه عام 1980 تحت مسمى ملعب الجزيرة وتم تجديده في عامي 2006-2009 وسمية ملعب محمد بن زايد دي المرة الرابعة على فكرة اللي بيستضيف فيها ملعب محمد بن زايد السوبر المسلي كان سبق واستقبل البطولة في ثلاث مرات سابقة أدي جمهور النادي الأهلي تمنع اللقب على هذا الملعب مرتين على الأهلي في 2017-2020 لحساب الزمالك وكان أخيراً اتفكت شفرت والتلاصم ملعب محمد بن زايد مع الأهلوية النسخة الماضية بعد انتزاع أول لقب سوبر على هذا الملعب من فريق بيرامدز لو كتتذكروا حضراتكم ركلة جزاء لعلي معلول بعد إكستر تايم كان تسبب فيها محمود عبد المرعيم كهرباء والاتنين بيشاركوا في القول أدي محمد عادل شافني مفهاش اوبستركشن ومحمد صادق هو الستاذن في بيرسي تاو ودي ريكاردو فورموزينيو المدير الفاني البرتغالي 67 سنة مساعد جوزي مورينيو في حقبة ريال مدريد واتاتنام ومانشستر يونيتد بيرسي تاو بيقول لا بيقول نو المشكلة ايه هنا هنشوف فين المشكلة بيرسي تاو بيقول له مسموع سوبل باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية ومستغرب إن القرار بقرامي التماس لـ Modern Future وتحديدا لعب جوزيف جوناثان دولي كاميروني لعب ليون عندوميتاب للأسود الغير مروضة وهيواجهه النهار تاو بيرسي تاو لعب البافانا بافانا هنشوف الجبهة اليوم للنادي الأهلي مين هيكله غلب هادي الكرة على طول تلعبت وان تري عند مروان محسن ضغط هنا من القائد رامي ربيع وتطلع رمية التماس تاني مرة مارسل كولر عنده شكوك في رمية التماس فالمرة دي يميز ينهي اللقاء دون بقى الدخول في فكرة الوقت الإضافي النهاردة على غير غرار السيمي فاينل هبقى فيه وقت إضافي على نصف ساعة وإذا استمر هنلجأ لركلات الترديح اللي مميز فيها محمود دي النشأري علي معلول علي معلول تطول من علي معلول ودي اشتراك على طول من محمد عبد المنعم بدون فلسفة محمد عبد المنعم يحط الكرة رمية التماس لدى الجمهور الأهلي مكانة خاصة لمحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير في التحقيق لقب مصطفى شوبير وإنكاز إعجازي ومحمد عبد المنعم اللي معاك كرة ده هدف في مرمى اللي دا دي الكرة على طول تباطأ محمد عبد المنعم عرضية لكن تخبط الكرة فعالي معلول تنزل لحسين الشحات رايح حسين الشحات بيوقف فين وكنترول فين لكهرباء كهرباء يغير ملعب على طول لبيرسي تاو حافظين أماكنهم والتجانس وثبات التشكيل أكثر ما كان يؤرض جمهور النادي الأهلي خلاص مارسل كولر يعتبر يعني وضع دي على القوام الأساسي لتشكيل النادي الأهلي مروان عطية يحطه على طول كوكا كوكا راح لكوكا أهلاوي للملعب البرتغالية والتركية فإذا بالأهلي يظهر بكوكا جديد لكن في وسط الملعب علي معلول علي معلول لمروان عطية مروان ظاهر له في الناحية اليوم يغير ملعب بامتياز عند محمد هاني محمد هاني يرجع على طول لرامي ربيعة رامي المحمد عبد المنعم كل لعب فيوتشر وإحنا في الجيئة خمسة في وسط ملعبهم بدري باردي بدري بدري ريكاردو فورمودزينيو يركن اللي باس ويركن الحفل هذه في كرة قطعت من عاني معلول يقطع على طول بابا توندي بيلو النيجيري عشرين سنة غنم محمد يعطى لمحمد ربيعة جوزيف جونفل لعب قادم من الجونة جونفل يلعب الكرة طولية على طول باتجاه مروان محسن مروان محسن ومحمد عبد المنعم يضغط على طول مروان محسن ومحمد عادل فيه إشارة كده يبدو أن مروان يستخدم إيده أو حاجة لمسة يد هنشوف اللقطة لفاته لكن على أي حال الكرة للنادي الأهلي مروان عطية لعلي معلول مساحات قريبة من مدافع لعب النادي الأهلي رامي ربيعة في اليمين لمحمد هاني ظاهر له بيرسي تار بيرسي لمحمد هاني محمد هاني محمد عبد المنعم هزيج وهيتاف من جمهور النادي الأهلي في مشهد مبهج هنا في ملعب محمد بن زاد هدي باسم علي تلو تجربة صادقة مع النادي الأهلي يدرط على حسن الشحات 35 سنة ما شاء الله باسم ويطلع الكرة إلى محمد عبد المنعم لرامي ربيعة النهاردة في ظل غياب الوريور المحارب ياسد إبراهين بيحل محله قائد وليدر اللعب رامي ربيعة كهربا 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 يحاول وحيدا كهربا لكن تتول من كهربا وتتع الكرة إلى دربة مرمى وسط تصفيق من جمهور النادي الأهلي 29 سنة كهربا 182 سنتي 5 أهداف وأربعة أسست في 12 مشاركة هذا الموسم وهو يعني يتربع هو ويرسي تاو على قائمة هدافي النادي الأهلي في هذا الموسم دربة مرمى هلعبها جنش 36 سنة جنش الأهلي أمام جنش صحيح انتصر عليه في مناسبتين لكن في نهائيات خسر الأهلي أمام جنش في مناسبتين فأل غير حاسن للأهلوية أمام جنش أولا كاس مصر والتانية كان سوبر أيضا في هذا الملعب 2016-2017 وكلهما محزنان مراوان محصن يوقف على كورت يحطى الغنام الضغط هنا من كوكا طلعوا بياه بشكل كويس باباتون دي بيلو يلف في وسط الملعب قدم من أكوا يونايتد 20 سنة لعب صغير ومحترفين فيوتشر هتشوفوا معدلات أعمارهم اللي واضح نهو ما تم انتقاءهم بعناية أدي إمام عشور إمام دي في الجابها اليومنا زاهر له بيرسي تاو إمام يكرر يعتمد على نفسه يلعبها الكهربة يثبت نفسه كهربة مراوان عطية على طول الديستروير يحط الكرة لحسين الشحات حسين لإمام لحظة صراحان من إمام مربطش مع حسين الشحات يضغط على طول بالخبرة المدافع عالي الفيل 33 سنة عالي الفيل ويطلع الكرة في الجابها اليومنا عند المغربي عبد الكبير الوادي عبد الكبير الوادي لكن شوف عبد المنع مش بس بيقطع ده بيقطع ويسلم لكن تطول هنا من مراوان عطية وتطلع رامي التمس أدي غنام ضغط على مراوان عطية وتطلع رامي التمس منذ ذا من لم يعني يأتي من دفاع النادي الأهلي لعب موصفات محمد عبد المنع مصطفى شبير وفا العابة في اليمين على طول محمد هاني مودرن جول كيبر مصطفى بيلا عبد الرجليك كويس جدا وخلاص فكرة الجول كيبر لمجرد أن يستخدم إيديه عشان يصد انتهت أدي الكرة على طول عبد الكبير الوادي تردت في الخروج مصطفى مش ممكن عبد الكبير الوادي في أخطر فرص فيوتش مودرن فيوتش بعد تسع دقايق تطلع الكرة إلى دربة مربع أدي شوف هنا واحد ضد واحد ومحمد عبد المنع متلعبت في ظهره ومش أوفصايد من عبد الكبير الوادي لهي تزديدة ولهي عرضية لعبها تمر وتتهادى وأول تهديد حقيقي لمودرن فيوتش على مرمى النادي الأهلي وعلى مرمى الحارس مصطفى شبير ضربة مرمى لصالح النادي الأهلي لكن واضح أن لعبي مودرن فيوتش مع ريكاردو فرمزينيو نفس التاكتك اللي لعب به أمام بيرامدز وأرهق جين باتيكو يلعب على يعني وصم ويعمل متاعب لمدفعي النادي الأهلي زي ما شفنا في اللقطة اللي فاتت واضح أن دي نوايا ريكاردو فرمزينيو رامي ربيعة في اليمين يحطها البرسي تاو ظهير له محمد هاني محمد هاني يلعب على طول الإمام إمام إمام داخل منطقة الجزاء محمد ربيعة رايح وعمل حسابه وماعملش تكلف وماعملش ضربة جزاء بزكاء الضغط اللي حصل في المرة اللي فاتت أنا إمام عشور بيكلم حكم اللقاء محمد عادل تدخل كان من محمد ربيعة صاحب القميس 26 فنت يا ولد من مراونا عطية ود أحمد عاطف في حتة ورجع هو على طول في وسط الملعب لمحمد عبد المنعم محمد الحسين الشحات حسين يلعب الكرة طولية باتجاه إمام عشور إمام واحد ضد اتنين المساندة فين جاء ظهر له على طول محمد هاني محمد هاني يدرع طليل أحمد عاطف هاني هاني يعمل عرضية لكن المتابعة من محمد من باسم علي والله بيهدوء وثقة وخبرة السنين يرجحها للحارس محمود جنش محمود جنش عادي مارسيل كولر 63 سنة منذ أن وطأت قدماء إلى جمهورية مصر العربية واجه 19 فريق محلي انتصر عليهم جميعا إلا مودرن فيوتشار تخيلوا حضراتكم تخيلوا حضراتكم مدى صعوبة اللقاء النهاردة اللي يعلمها جيدا مارسيل كولر في ظل يعني الضغط اللي بيتعرض يلعب الأهل البدري هذه بيرسي تاو بيرسي تاو جونيثان جوزيف جونيثان يضغط على بيرسي تاو يرجع على طول ربيعة لعب سحب قدم يسرى لكن الضغط هنا بامتياز من كوكا كوكا يجيب على القدم اليسرى ليه إمام عشور على حدود منطقة الجزاء إمامي غير الملعب لكن عبدالكبير الوادي زئباقي عبدالكبير الوادي يقطع الكرة اللي فاتت المغربي قبل ما توصل للتونسي علي معلول بابا توندي بيلو يحطال عبدالكبير الوادي عبدالكبير الضغط ثنائي من كوكا وعلي معلول على طول مراوان عطية يفوت بالاشتباك ويبدأ الهجمة عن طريق محمد عبدالميع متحضير لرامي ربيعة رامي ربيعة في الجابهة اليومنا وعطال إحمد عاطف بيرسي 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 عدم الأول وحطال محمد هاني محمد هاني ضربة مرمو ولا ضربة ركنية نشوف القرار إيه واضح من إشارة محمد هاني إن القرار ضربة ركنية بناء على إشارة المساعدة الأول محمودة بالرجال مونديالي محمودة بالرجال كان ظهر في لقاء هولندا وقطر في كأس العالم عشرين اتنين وعشرين في دور المجموعات والطاقم بالكامل موجود إن شاء الله في كان عشرين أربعة وعشرين في كوديفور أدي علي معلوم جاي بالقدم اليسرى عشان يلعبها مقاوسة وشك الخطور شفنا الأهلي كان أتقنها الموسم الماضي عن طريق علي معلول ومحمد عبد المنعم الهدف الأشهر والأغلى في تاريخ محمد عبد المنعم وربما الأغلى في خرجات الأهل الأفريقية وفي نهايات الأهل الأفريقية أدي العرضية عملت على طوله أخرقات بن جنش وكهرابة كهرابة كهرابة لسه بكقلب محمود عبد المنعم كهرباء يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي من مستر أسست علي معلول علي معلول اللي صنع هذا الموسم هدفين وسجل هدفين آخرين في الموندياليتو يلعب بالضربة الركنية وغلطة الشاطر بألف يا جنش ويرتقي فوق الجميع محمود عبد المنعم كهرباء يسجل سادس أهدافه هذا الموسم جول للنادي الأهلي السوبر لا يسجل إلا أهداف سوبر الأهلي يسجل أولى الأهداف في ديئة اتناشر عن طريق محمود عبد المرعم كهرباء الفولت العالي هدف يفتح الباب للسوبر رقم أربعتاشر بدري بدري شوف فرح الدمور الأهلي الأهلي اللي بالنسبة لجمهوره جزء لا يتجزأ من حياة مشجعي النادي هو علتهم التانية النادي هو مصدر السعادة الدائم وبالتالي حبهم للفريق غير مشروط هم دول الأهلوية اللي موجودين في ملعب محمد بن زايد وهو ده لسان حالهم بينما هنشوف ردة فعل لعبي مودرن فيوتر واحد صفر للنادي الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهرباء اللي راجع من راحة وراجع بمزاج علي كهرباء حاسم محمود عبد المنعم كهرباء في هذه اللقطة سجل محمود عبد المنعم كهرباء يعني في لقاء في اللومنانسي كان يقدر كهرباء وربما كانت أسهل من كده لأنه كان لواحده طبعا لعب الأهل في إهدار الفورس كهرباء أضاع واحدة وبرسيتا وأضاع الأخرى ويعني كانت أسهل مديليا فضية ممكنة في تاريخ الموندياليتو ربما فرد فيها النادي الأهلي لكن يعني البرونزية أثلجت صدور كل الأهلوية وكل المصريين بمختلف الفئات النادي الأهلي في الموندياليتو في النسخة المضيانة محمد هاني يحكس الملعب على طول للحسين الشحاد حسين 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 يحطها الكوكا لكن التدخل هنا من علي الفيل وضغط من علي معلول تصطدم بالفيل خرجت ما خرجتش لسه الفيل يدهس علي معلول في القلقطة اللي فاتت ويطلع الكرة إلى رمي علي الفيل عنده تجربة صابقة في حرس الحدود ياخد رمي التماس علي الفيل ويعني كان الله في عون ريكاردو ثورموزينيو غيابات صعبة نتكلم على لعب بوزن عمر كمال أدي كهربا يضغط في مكان خطير كهربا كهربا وضربة حرة مباشرة من كهربا ضد جنش روح رياضية جميلة بين اللعبين يعني كزمالة من قبل في صفوف هنا للزمالك جنش وكهربا لكن ما لعبش على الكرة في اللقطة اللي فاتت كهربا شوف الابشراكشن هنا الجنش وضربة حرة مباشرة لصالح نادي مودرن فيوتشر كنتم بتكلم على الغيابات عمر كمال عبدالواحد لإصابة نتمني له الشفاء نصر ماهر أزباب فنية قيل أيضا محمد عبدالسلام أكثر من إصابة يعاني وغياب للاعبي ولفريق فيوتشر باسم علي حط الكرة في اليمين ضغط من علي معلول علي يضغط على باسم مفيش متنفس للاعبي مودرن فيوتشر يبدأوا يحضروا ويطلعوا بالهاجم براحتهم ضغط شرس جدا من لعبي النادي الأهلي وواضح بقول لحضراتكم من الخيارات تشكيلة 4-3-3 نفس التاكتك الرسم الخططي للعبي مارسل كولر أمام الأيتي العميد في لقاء اتحاد جدة نازل بشكل هجومي ونازل عايز ينهي اللقاء في التساعد هذه الكرة من إمام عشور لكن تطلع رامي التماس حكم اللقاء محمد عادل يشير إلى رامي التماس مروان محسن تنزل الكرة على طول لإمام عشور في اليمين عند محمد هاني ظاهر له بيرسي تاو محمد هاني اتأخر محمد هاني ويقع كهرباء في رجع في قراره محمد هاني عمل عرضية والتاني مرة باسم علي يرجع الكرة لمحمود جميش تاني مرة يعمل عرضية محمد هاني هل يشاول إحسنش حتى أنه يكمل لأن مكررة اللقطة الماضية في التاني مرة يرجع على طول باس بأريحية ليه الحارس محمود جميش قالي اشتراك مع إمام عشور من محمد صادق وإمام عشور نتمنى له السلامة يقوم بالسلامة إن شاء الله قادم من ميتليند الدنماركي ويمكن هو وانتوني مودست يمكن ربما هم الثناء الوحيد في تشكيلة النادي الاهلي اللي لسه ما عندهمش أقاب بقميص الفريق الأحمر بودلاء النادي الأهلي النهاردة حمزة علاء وعمر السلية وكريم فؤاد وطهر محمد طهر خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق أفشا وأليو ديانج وأنتوني مودست بينما بودلاء فيوتشر محمود حمدي ومحمود رزق محمد عبد السلام محمد محمود وعمر السعيد علي الزعزة وشام عادل كجال درامي وأموراني حساني علي الفيل ربع ساعة مضت من أحداث الشوت الأول تقدم للنادي الأهلي بهدف نظيف من توقيع محمود عبد المنعم كهرباء ركنية من المكان اللي بات مفضل لدى الأهلوية من الجابهة اليمنى لعبها علي معلول ثم رأسية كهرباء عبد الكبير الوادي عبد الكبير الوادي ضيع عبد الكبير الوادي فعقبه كهرباء في في أول ربع ساعة بابا توندي بيلو تروح لجوزيف جونيفن في الجابهة اليسرى مودن فيوتشر بالتأكيد عنده رافبة عالمة للعودة وتحقيق أول لقب كأس السوبر في تاريخه والالتحاق بركب خمس فرق كان سبق لهم التكويق بالسوبر الكبيرين الأهلي والزمالك وطلع الجيش وحرس الحدود والمكاولون العرب عندهم لقب كأس رابطة لكن السوبر غير مراوان محسن مراوان ستلم مراوان لكن رقيبه فظل ورامي ربيعة يضغط رامي ربيعة وحفظ مران وقيف يطلع الكرة إلى دربة روكنية دربة روكنية زي ما شفنا علي مقلول عنده قدم يسرى مميزة في الكرات الثابتة وكنا شفنا في لقاء راوى ريد دايمونز الياباني علي مقلول والهدف الليسجله من ركلة حولة مباشرة أيضا موجود جوزيف جونيفن الكاميروني صاحب قدم يسرى يجيب تنفيز الضربات الثابتة هذه جوزيف جونيفن عمل العرضية وهذه الرئيسية وتطلع الكرة إلى دربة مرمى غنان محمد بيقول أن رامي لماسها لكن محمد عادل بيقول له أن الكرة دربة مرمى 45 سنة حكم اللقاء هذه الدربة الوكنية وهذه غنان كان مشترك معه رامي ربيعة لكن الكرة على طول تطلع إلى دربة هذه جمهور النادي الأهلي في ختام جولة الأهلي الأسيوية جولة نجح الأهلي فيها بالحصول المرة الرابعة في تاريخه في الموندياليتو واليوم تحدي جديد للنادي الأهلي تحدي جديد من أجل لقب سوبر الأربعتاشر في تاريخ المردلة برقادي الكرة على طول من الكوكا حطال بيرسي تاو بيرسي استلام من بيرسي ولا أجمل بيرسي تاو حطال إمام عشور إمام إمام إلعبها الكهرباء محمد هاني وسط مشاهدة من مدافعي مودرن فيوتشر على طول بيرسي تاو بيرسي تاو لمحمد هاني محمد هاني بيرسي تاو إثنين أحمر وسط أربعة أزرق لكن مسببنهم متاعب كبيرة جدا أخيرا جونتان جون يضغط تروح لبابا توندي بابا توندي من نيجيري حطها لحمد عاطف انطلاقها من أحمد عاطف 25 سنة أحمد عنده هدفين في عشر مشركات هذا الموصل لكن ضغط عليه الخبرة رامي ربيعة ويقطع الكورة لفاتيح حسين الشحات اللقاء إجمالة لقاء ممتع دي المودرن فيوتشر رافض الاستسلام وغين الأهل اللي يسجل فيه ديئة 12 هدف كان يتمنا مارسل كولر من أجل إراحة الأعصاب غنام محمد هل الأهل يقبل الكافوريج ويسجل التاني هل مودرن فيوتشر يرجع ويتعادل هنشوف كل السينارييات ما تروحة عبد الكبيري الوادي ترجع لطول لبابا توندي غنام محمد جابها ليسجل جوزيف جوناثان كرر أن يصوب أي حاجة من غنام محمد تطلع على طول عند جمهور النادي الأهلي في التزديدة اللي فات 26 سنة غنام هذي إنام عشور أبرز لعيب الفريقين للنهاردة ركزوا على القميس 22 إنام عشور وعبد الكبير إنام عشور هذي جمهور النادي الأهلي منتاشي وفرحان بفريقه اللي بيزوره أسيويا خلاص الأهلي يعني عنده نهم غريب يدفعوا للتفوق على منافسين محليا وعربيا وإفريقيا بل تجاوز المدى وصار تفوق الأهلي الأسيوية صداعية في مارمال إيتي وأورا وريدز واليوم في ختام الجولة الأسيوية في بطولة محلية فلت السوبر هذي إنام عشور إنام عشور إنام عشور صاحب الانطلاقات المميزة وكانوا الفضل إن الأهلي يبقى موجود النهاردة في اللقاء النهائي دون تكامل لقرات الترنيح بعد هدف معهود بلاس تسئين في اللقاء سنة ميتا كيلو هذي ماروان عطية يضغط ماروان يا ولد نال خيطة جمهور النادي الأهلي في فترة وجيزة ماروان عطية ماروان يحطها الكوكا كوكا طولية عند قدم يسرى بيجي كروهات مميزة كوكا إمام عشور على مهله إمام حطها البرسي تاو بيرسي تاو بيرسي تاو تصويبه أي حاجة أشبه بكامرين لجنش يمسك الكرة على كل جنش بخلات أدي بيرسي تاو كان عنده حلول أحسن من كده وكان عنده خيالات أحسن من كده يمكن من داخل منطقة الجزاء كان نسجل في لطاق راواردز هداف الفريق الموسم الحالي على فكرة بيرسي تاو 18 مشاركة 6 أهداف لقصادنا كان عنده تجربة في أندرلاخت وفي برايتون إنجليزي وفي أندرلاخت البلديكي لعب دولي بيرسي تاو صدقت بيتسو موسيماني الجارية عمل لم ينقاطع لبيتسو موسيماني أتى بيه للنادي الأهلي وتركه للنادي الأهلي عشان يحقق ألقاب بيتسو اللعب طبعا بيرسي تاو 6 ألقاب مع النادي الأهلي علي الفين علي تحضير في الجابة اليوم عند باسم علي باسم علي باسم الغنان تضغطش لعب النادي الأهلي تحضير قدام عينيهم بيشكلش خطورة محمد ربيعة ربيعة الغنان غنان لباسم علي باسم الطولية على طول لعبد الكبير الوادي لكن المراضي يولد محمد عبد المنعم بثبات يضغط وياخد دربة حرة مباشرة ضد عبد الكبير الوادي هذه عبد الكبير الوادي لعب للراجا رجاء البيضاوي ولعب أيضا للتحاد طنجا وعلى فكرة كان دولي بس منذ ده زمن صحيح عبد الكبير الوادي لسه عبد الكبير في نقاش وفي ديسترشن مع محمد عادل بيقوله فاول لي أنا في كوع عبد الكبير غير مقتنع وهو من جواه يعني يتأسف على الفرصة اللي أهضرها بكل تأكيد في أول دقايق اللقاء كان انفراض من الجبهة اليوم أنا حطاه على يسار على يمين الحرف مصطفى شريع بان بيرسي تاو يحط على طول الكهرباء لكن وحشة بان بيرسي تاو يتاع على طول جوناثن جوناثن أحمد عاطف أحمد عاطف يدخل للقلب يحط على الباباتون دي غنان محمد عبد الكبير الوادي خطير عبد الكبير لكن محمد عبد المنعم في المعاد المصبوط باسم علي مروان محسن عبد الكبير أكتر من تمريرة بدأ لعبي يمودر من فيوتشور يتركوا مناطقهم ويدغطوا على لعبي النادي الأهلي ويوصلوا عند حدود الرايروكنية أدي عبد الكبير الوادي المزعج يحط على محمد صادق لعبد الكبير الوادي محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم مضغطش محمد عبد المنعم خرجوا بر منطقة الجزاء ويقرر حينها الضغط حتى لو بقى فيه قرار من الحكم يبقى دربة حرة مباشرة مبقاش جربة جزاء امتياز من محمد عبد المنعم في اللقطة اللي فاتج وده أحمد حسام طه رمي التماس ليه النادي الأهلي مساعدة تاني أشار النهاردة رمي التماس ليه النادي الأهلي محمد عبد المنعم خيارات دفاعية مميزة لده مارسل كولر نهاردة ياسر إبراهيم مش موجود ما عندهش مشكلة بيدفع بالجاهز اللعب رامي ربيع اللي كان موجود فيه خيارات وما زال موجود في خيارات روي فيتوريا في الخمسة وخمسة لعب القيمة يغبائي قيمة شهدت 12 لعب من النادي الأهلي منه حسين الشحاب حسين بيرار ملعب لبيرسي تاو بيرسي تاو بيرسي لإمام إمام يحطه على محمد هاني يدخل محمد في القلب ويفضي الترف الجبهة اليمنى لبيرسي تاو والإمام عشور أدي غنام محمد يبتكب خطأ ضد محمد هاني ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي تقدم مازال أهلاوي هدف عن طريق محمود عبد المنع من كهربا في الدقيقة 12 من ضربة ثابتة ضربة روكنية لعبها علي معلول وارتقى محمود كهربا في هدف يتحمل جزء كبير منه الحارس محمود جنس في التوقيت وخروجه من مرمى وخروجه الخاطئ منه محمد صادق محمد صادق استنى المساندة يسند عبد الكبير الوادي عبد الكبير بسن الحزاء لكن يضغط على طول رامي ربيعة غنان محمد قبل حسين الشحات بابا توندي بابا توندي يحطها لأحمد عاطف ناردا بني بقى اثنين سترايكرز بيكاردو فورموزيني جونتا يلعبها كامرينا أرضية تصطدم بضغط ثناء هنا من بيرسي تاو وإمام عشور تطلع كرة رامي ترس بارسين كولر خارج الخطوط في أول موسم خمس ألقاب رفع رفع سقف طموح الأهلوية المرفوع بالأساس إلى أقصى حد وبالتالي يعني بعد التعثر أمام اليوسما في السوبر الأفريقي وبعد أيضا خسار أمام مالدي سانداونس في الأفريكان سوبر ليج يعني كان في بعض من الجفاء بين جمهور النادي الأهلي ومارسل كولر إلى أن أتت برونزية الموندياليتو يعني تعيد الأمور كما كانت حاني هذه أحمد عاطف أحمد عاطف أحمد عاطف يدغط عليه علي معلول خيبرة من علي معلول يحطها المروان عطية بروالي محمد هاني جمهور الأهلي وآزر أهلي كما لو كان الأهلي متأخر في النتيجة بيرسي تاو بيرسي قدامه فدان لعبها بيرسي تاو لكن بشكل سيء يقطع على طول غنام محمد غنام سليمين عند باسم علي عبد الكبير الوادي لغنام تيرامد حصل على المدينة البرونزية وجايزة المدينة البرونزية 25 ألف دولار بينما الوسيط 125 ألف دولار وصاحب المركز الأول 250 ألف دولار بينما صاحب المركز الرابع سلاميكا كيلوباكرا حصل بفعل على 50 ألف دولار جوايز في كأس السوبر بأنيو شرمات لشكل جديد هذي على طول أحمد عاطف سرق رامي ربيعة لكن رامي رجع حط وأحمد عاطف وقع صعب جدا محمد عادل يديك في دي درب الجزاء أحمد عاطف تعثر وسقط أحمد عاطف واضح أنه يحتاج يعني بشكل كويس إمام عشور يلعب على محمد هاني بيدخل في القلب كتير محمد كهربا 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 يحطها الحسين حسين عايز يعمل واحدة رولت لكن تضغط عليه في وسط الملعب وتروح لعبد الكبير الوادي عبد الكبير الوادي تراجع الأهل بعد تسجيل هدف ومودرن فيوتشر تاني أو تالت مرة يظهر في الكادر بينية من محمد صادق لكن أوفا شبير لما وناش اسمه بأنه فترة يطلع لثبات وينسق بعد مصطفى نقاء زي ما بقول لحضراتكم يطام على ملعب محمد بن زايد في دولة الأمارات مصر والإمارات قلبان ينبوضان بنفس الروح دايما للحفاوة البالغة والحسن الضيافة والحب لكل ما هو مصري حتى النخاع تلاقيه في الأمارات الشاكور أجواء رائعة ولقاء حتى الآن يافي بالوعات أوفا يلعب على طول في اليمين لمحمد هاني محمد هاني خطرة يحطها لمحمد عبد المنعم عنده فترة نفسه ما شاء الله تحس أنك تريد تقوله الديني محبة فترة لا حدودة لها حسين الشحاد حسين الشحاد وسط الملعب عندي إمام عشور إمام المروان عطية يلعبها لحسين حسين حسين يغير ملعب في الجبهة اليوم عند بيرسيتاو الجنوب الأفريقي والكاميروني فين تفسح الكاميروني وعمل العرضية ثالث أو رابع مرة التكملة من الجبهة اليسرى غير موجودة سواء من حسين سواء من علي معلول يضغط مروان عطية مروان 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 يحطها لحسين حسين حسين يلعبها لإمام عشور لكن باباتون دي على طول يقطع ويلعب الكرة طولية باباتون دي يقطع ويلعب الكرة طولية لا تجد إلا المدافع محمد عبد المنعن 24 سنة محمد عبد المنعن خمس ألقاب مع الأهل عبها المروان عطية أبرزهم طبعا لقب هدف سيد محمد عبد المنعن بعد زي ما بقول لحضراتكم تصدي أخاركة اللي أوفا في لقاء الوداد لعب رودا الجاعد هذه الكرة من كوكا تمرينته مميزة وتتمنى في خط وسط فرقتك لاعب بيداصي لقدام وده اللي بيعمله كوكا وده علي واحدة كوبري لعلي الفيل لكن تطلع الكرة إلى دربة روكني كوبري بكعب علي معلول لباسم علي لكن علي الفيل كان لها بالمسج وتطلع الكرة إلى دربة روكني نشوف اللقطة دي عبد الكبيري الوادي والله كوبري شمال إفريقي فوق الأراضي الإماراتية في بطولة مصرية من التونس للمغرب وده لقطة أحمد عاطف ورمي ربيعة وده التعثر والسقوط والسندة من رمي ربيعة اللي أبدا أبدا لا تحتسب في عالم كرة القدم في العشرين ثلاثة وعشرين ونحن على مشارف عشرين وعشرين درب الجزاء مسئلة الشحات يرعب عند نقطة الجزاء عندي إمام عشور لكن جات له على القدم اليوم مش مرتاحة إمام بعد ما كان بيفكر في فيرس تايم تقدر تقول ضاعة الدربة الركنية ترجع لطول عند مصطفى شديد مصطفى لمراعن عطية قادم من سيد البلد في المركاتو الشتوي ويبدو أن الأهلي موعود أنه يجيب لاعب في وسط الملعب في المركاتو الشتوي وتقلب حديث طبعا عن حسن مصطفى تتذكروه صلى وجال مع الاتحاد وقدم للأهلي في مركاتو الشتوي ويعني كان نجم وتوهج مع النادي الأهلي نفس على طول لرامي ربيعة رامي كادر مركز مع رامي بيرسي تاو وسط الملعب لمراعن عطية واحد الأهلي لشيء مودرن فيوتشر هدف في الديئة 13 توقيع كهرباء محمد هاني جنبه إمام عشور محمد وإمام إمام يبحث عن أول بطولة بقميس من نادي الأهلي أول لقب إمام عشور هل يتحقق اليوم تنزل على طول ليه حسن الشحات سبعة لعبد الكبير الوادي عبد الكبير كبري في سبعة عليني أستفيق ودي حسين لعلي معلول الأهلي يقسم داخل منطقة الجزاء وأهلأ ولبسك أهلأ ولبسك يا كهرباء كان يبقى هدف رائع الجملة اللي فاتت كان هيبقى هدف رائع الجملة اللي فاتت شوف التمرير داخل منطقة الجزاء من علي معلول لحسن الشحات تاني علي معلول كل ده في التمنتاشر نسخة الماضية هدف في الهلال السوداني على طريق بيبو الخطيب ودي واحدة تانية من محمود عبد المنعم كهرباء لو كانت لبسك لكن مش في كامل ليقتل بدانية كهرباء كهرباء كان محتاج يرفع الرجل السبت أكتر من حسن لكن يعني لقطة جميلة وهجمة مميزة من نادي الأهلي انتهت في إيد وبين أحضان الحارس جمش أحمد عاطف محمد صادق غنّام محمد غنّام تليمين لبابا توندي بابا توندي الباسم عالي باسم العبد الكبير الضغط هنا من كوكا لكن باع نفسه في اللقطة اللي فاتك ديني زيكرة على طول أحمد عاطف ودي التدخل من مروان عاطية يطلع الكرة إلى دربة رجل في حضرة مروان وكوكا وحتى السلية خلاص بقى اليو دي أنج رابع التركيب في خيارات مارسل كولون اليو دي أنج لأنه قرينا أنه يقترب من دور القطري في قطرة الانفتارات السفوية وربما في أخر مصر صافرات من كل الحضور باخل ملعب محمد بن زايد من أجل الضغط على جوزيف جوناثان بقول لحضراتكم مميز الكاميرون عنده لقب كان 2017 كان على حساب المنتخب المسر جوزيف جوناثان يلعب العرضية لكن محمد عبد المنع ما قبله فا يطلع على طول تنزل بيرسيتاو ودي التدخل محمد عادل تروح الكرة العبد الكبير الوادي ما بيصفرش كتير نارده محمد عادل الكرة اللي فاتت يصفر دربة حرة محمد عادل حكم اللقاء يدي دربة حرة مباشرة سواد الأعظم من المتابعين كان يتوقع هذه الدربة الروتنية نهائي مكرر نسخة سوبر ماضي بين أهلي وبيراميدز لكن مفاجأة وبالتالي عنده دوافع كبيرة لتكملة المغامرة أمانية هذه بيرسيتاو بيرسي بيرسي راح الجبهة اليسرى فوكا دعالي معلول مروان عطية يبص الجبهة اليومنا لمركزية بيلعب بها اللاعبي النادي الأهلي تشوف علي معلول دوم للقلب يطلع في مركز الظاهير كوكا ودى الانطلاق من الترسيتاو لكن تردت كوكا تحضير محمد عبد المنعم لرامي ربيعة رامي لمحمد هاني صعب لكن الحقها هاني ضغط ملعبي مودرن فيوتشر ترجع لرامي كابتن النهاردة النادي الأهلي في ظل الغياب محمد الشناو نتمنى له السلامة هو أيضا وياسر إبراهيل الاثنين بيعانوا من إصابة في لقاء الماضي حسين الشحات انطلق حسين انطلق حسين يحطه في الميلة كهرباء كهرباء لحسين ما خرجش جنش حسين يسجل التاني حسين جول يسجل التاني حسين الشحات بعد أسست خيالي من كهرباء وقلت ما خرجش جنش كان محتاج يخرج جنش ويقفل عليه الزاوية أكتر من كده اتأخر جنش مخرج اللقاء مسلط الكادر على جنش اللي ما خرجش من مرمى ويغلق حسين الشحات ودي جمهور النادي الأهلي في قلب كرة القدم المصرية ينبض الأهلي بألوانه الحمراء ويرفض جهل الأهلي مش مجرد فريق كرة قدم شريك لجمهوره في لحظات الفرح والحزن وصاحب الحكايات الرائعة والنهار ده فصل جديد من حكايات الأهلي الرائعة في كل بطولة يكسبها الأهلي تجد رسالة من الماضي ودي التعاطف مع أعتقد البرسلت بعالم فلسطيني الحبيبة رسالة بقول لحضراتكم في كل بطولة للنادي الأهلي نتحدث عن بطولات وإرث لا ينس أهلي اتنين مودر الفيوتشار لا شيء النادي الأهلي بوابة الفرح والعزيمة ومدرسة للإصرار والتحدي يرجع من برونزية ما لبث أن صعد على منص التتويج إلى أن يبدو أنه يقترب أنه يصعد لمنص التتويج أخرى بعد يعني مسجل الهدف الثاني أمام المستسلم أدي حسين الشحات وأدي الأسست والتحرك من حسين الشحات وأدي عبقرية مارسل كولر حسين كان في يعني في تلاتين ديئة لعبة كان في الجابهة اليسرى عمل سويتش كده ما بين بيرسي تاو وحسين الشحات وجاب حسين أدي عبد الكبير الوادي عبد الكبير الوادي بيعمل إيه محمد عدل؟ نصفر واضح أنه مستقنفش اللي طبعا عبد الكبير راح لوحده جيري كده يبدو أن فيه فارتشيك هل فيه فارتشيك؟ نحتاجين نفهم ماذا يدور ودي عبد الكبير الوادي اخد الكرة وطلع يجري واسا جبل ماذا يدور؟ إيه اللي بيحصل؟ هنشوف في إيه بيحصل جول من إشارة محمد عدل جول وعبد الكبير الوادي بيقوله الكرة لينا فأنا لعبت وسنترنا ياريت المخرج يعدهانا هذه ما نشوف الكرة الكرة تلعبت هل محمد عادل كان أطلق صفرته؟ لكن الكرة سليمة كل لعب الأهلي كانوا في وسط ملعبهم وعبد الكبير كمل لكن هل أطلق صفرته؟ وهل يجب على الحكم إطلق صفرته لاستقناف اللقاء؟ أعتقد أنه يجب وكلها أمور هنسيبها لكبتيننا الكبار في السوديو وكل ما هتعلق بالفقرة الفقرة التحسينية هذه غنان محمد يهضي الكرة لكهرابة كهرابة كهرابة يحطها لكيرسي تاو لكن تتقطع هنا من محمد ربيعة اتنين النادي الأهلي لشيء مودرن فيوتشر المستسلم في 37 ديئة لعب تقدم كهربا ثم صنع كهربا ودي ريكاردو كورمدزينيو يبدو أنه لن يتلقي اتصال من جوزي مورينيو النهاردة في المؤتمر الصحي كهربا في الديئة 12 ثم صنع الحسين في الديئة 35 اتنين النادي الأهلي لشيء مودرن فيوتشر حسين في مشاركته رقم السبعة عشر هذا الموسم يسجل سادس أهدافه مع النادي الأهلي حسين الشحان هو ستة وبرسي تاو ستة في كل المسابقات وقهربا بالهدف اللي أحرزه أيضا ستة أهداف جنش من جنش لكولر هذه مارسل كولر مزاجه رائع مارسل كولر مدير فني صابق لبازل السويسري والمنتخب النمسا وكولن وبوخم في ألمانيا وجرس هوبرز في سويسرا ويعني تاني موسمه مع النادي الأهلي ويبدو أنه يقترب من يعني سادس أوقابه مع النادي الأهلي عنده اتنين سوبر أهلي سوبر مع كولر هذه جوزف جونتون يونتون يعني العرضية تصطدم بإيد رامي ربيعة المحزوز لأن هي ياردة كمان كانت هتبقى داخل منطقة الجزاء هنشوف الإعادة هذه محمد عادل بيقول له كبرت جسمك لرامي ربيعة 30 سنة رامي هذه جوزف جونتون ودي العرضية وشوف هنا ياردة واحدة طفصل فيوتشار أو فصلت أو حرمت فيوتشار خلينا نقول من ركل الجزاء طاوة جوزف جونتون عادة من إيمان وعمل العرضية ودي رامي الإيد خارج الجسد ودربة حرة مباشرة على حجود منطقة الجزاء من الجبهة اللي هيرح لها عبد الكبير الوادي ومن وقفة عبد الكبير ومن استقل عبد الكبير مياتة لعب في الدقيقة الأوفا هذه عبد الكبير حطاه في المدرجات باستعجال من عبد الكبير الوادي تطلع الكرة إلى دربة هذه باسم عالي عنده تجربة سابقة مع النادي الأهلي مروان محسن أيضا محمد عبد المنعم لمروان عطية ضغط هنا من غنام تروح لمحمد عبد المنعم كوكا لمروان ضغط من العبي فيوتشر موضر من فيوتشر الضغط تروح لعبد المنعم عبد المنعم يسلم لمحمد هاني محمد هاني لكن على طول تاجة بيرسيتا شوف كم أحمر وشوف انتشار لعبي النادي الأحمر فوق أرجاء ملعب محمد بن زاد طولت من محمد هاني أطول من لازم على بيرسيتا تطلع الكرة إلى رامي علي الفيل يرجع على طول الجنش يضغط علي بيرسيتا جنش طولية يتعالي معلول تنزل لجنان محمد جوزف جونيثان موقف له على طول محمد هاني وكمان بيرسيتاو بيقابله من بدري فبيحد من انطلاقات جوزف جونيثان علي عبد الكبير الوادي أخطر لعبي مودرن فيوتشور لمروان محصن مروان تروح لمحمد صادق مختفي محمد في اليمين لباسم علي باسم لحمد عاطف أحمد عاطف لباسم يا ولد يا ولد يا ولد يا ربيعة يونج سفورت يونج سفورت يتهدف محقق ربيعة في اللقطة اللي فاتف لكن شوف الانطلاقة من العبي مودرن فيوتشور ودي حسين مش عايز يقع مش عايز الفاول عايز الهجمة ما توقفش ومحمد صادق متعلق فيه من الكاهرة لأبو ظبي هو أخيرا محمد عادل يدي له انزار فيه اللقطة اللي فاتف لكن قاوع فيه حسين لكن مش عايز يسيب الكرة من رجل حسين مصمم ان هو يعمل هجمة بنفسه لكن انطلاقة كانت رائعة من هات وخد من دي لقطة حسين الشحات وشوف محمد صادق خلاص هو مش هيسيبه متعلق في حسين الشحات وحسين رافض الاستسلام ومش عايز الفاول مش عايز الانزار مركز انه يكمل الهجمة لكن ما سابش كورته ومحمد صادق يرتكب ضربة حرة مباشرة وأول انزار في اللقاء في دي أربعين من نصيب محمد صادق أدي أحمد عاطف ودي جمهور النادي الأهلي مختلف ترسيئات ودي ريكاردو فورمدزينيو 67 سنة عند تجربة في إفريقيا مع الهلال السوداني وأيضا كمدير رياضي الاسكرونس الترسجي رياضي التونسي مع مودرن فيوتشر استلم فريق جاهز يعني يا بخت اللي استلم مودرن فيوتشر استلم فريق من مدير فني قدير علي ماهر خمس ترتيب في أول ظهور لي في الدوري ثم رابع الترتيب فبالتالي مشاركة في كأس السوبر وأيضا لقب كأس الرابط طبعا دفوز عريض على المحلة كان خمسة واحدة هذه محمد هاني ضغط من غنام محمد تطلع الكرة رمي التماس 41 دقيقة مروا استمتعنا بيهم بأداء من النادي الأهلي مميز في أغلب فترات نصف النقاء أو الشوت الأول ومحاولات من لعبي مودرن فيوتشر فيه اللي أهضروها وتصرفوا فيها برعونة زي لقطة عبد الكبير الوادي وفيه لقطة اللي يعني أنقذ فرصة هدف محقق فيها رمي ربيعة قبل ما تروح للمتأهب مروان محسن في لقطة كانت خفيرة جدا في الديئة أردائية محمد صادق تحصل على انظر في الشوت الأول جنام محمد محمد ربيعة بيدغط عليه مام عشور يرجع ربيعة لعلي الفين علي لباسم علي عبد الكبير الوادي الأكثر تحرك والأكثر نشاط في صفوف مودرن فيوتشر باسم ضم للقلب لكن تاكلنج بامتياز من غير خطأ من مروان عطية غنام محمد حاب يحطها لمحمد صادق لكن علي معلول يا ولد بخبرة السنين يقطع وتروح الكرة على طول لمروان عطية مروان عطية يبدأ هجمة صراخات من كهرباء في الجابهة اليوم محمد هاني لمروان مروان هنشوف كولر هيفكر انه الشوت التاني هليدي فرصة لانتاني مودست في لقاء يعني تتويق ولقى بيدي الثقة لانتاني مودست أغلب الظن أنه سيبقى في حسابات مارسل كولر ناخل الموسم هل هنشوف طاهر هل هنشوف أفشة هنشوف بيفكر في ايه كولر ناحية التاني ريكاردو فرموزينيو وعنده خيجال درامي الجامبي وعنده أيضا زعزع وعنده عمر السعيد ومحمد محمود كان نزل في لقاء بيرامدز وأده بشكل رائع وملفت امام عشور راح في الجبل يوسرا امام ودربة حرة مباشرة ضد محمد صادق اللي اعتقد ده اول واحدة هيفكر فيه ريكاردو فرموزينيو انه يسحبه ليس بسبب سوق المستوى مش بهذا السوق النهاردة محمد صادق لكن عنده انذار ويخشى عليه من التارت ادي شراب بصوا الشراب بتاع امام عشور القطع اللي في الشراب ده حكيلكو حكايته المهم الكرة الاول لما فقرب توقف كرة مع كهرباء ونحكي من كاية الشراب المقطوعة لان الموضوع بقى حاجة ترن تلعب 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 لكوكا اللعيبة اللي اكتشفت في بعض اللعيبة عندها عضلات السمانة المتاسفة وعضوات الصق بتبقى الشرابات او الجوانب تايف جدا فاكتشفوا ان ده بيصدق مشكلة في تضفق الدم والدورة الدموية بشكل خاص هي حاجة تريند افتدعها داني روز مع المنتخب الجيلتراف في كأس العالم 2018 وبنشوف دلوقتي بيلنجهام وبنشوف نيمار وساكا وايضا انتشرت الموضة في ملاعبنا المصر وتركز على شرابات اللعيب ادي على طول لقطة الكرسي تاو لكن ايه تعديني شو حيب نتكلم حتى عن الجوارب والدريس كود لكن في تسلل على بيرسي تاو في اللقطة اللي فاتت ما تركز على جوارب اللعيبات لها اكتر من اللعب دلوقتي بقى يعني يملك جارب في بعض من تقطيع كده عشان يعني يساعد الدورة الدموية في تضفق لقطة لقطة خدنا شراب امام عشور الحديث عن كسة الشرابات المقطوعة يعني مش نادية من فقرة ولا حاجة لا سمح الله لكن هي موضة وليها سبب ربما طبي ادي اللاعب باسم علي باسم علي باسم باسم يحطها ليه غنام محمد غنام محمد في الشمال في الجابة اليسرى عند محمد صادق يعمل عرضية يطلعها رامي ربيعة هنشوف الوقت المحتسب بدل من ضائع دا كهربا محمد صادق عمل فن تعدة كهربا يحطهال بير سي تاو لكن ما زبطش بير سي تاو واتتقطع الكرة في اللقطة غنام محمد تلت داقية وقت محتسب بدل من ضائع تصطدم بواجه ماروان عطية غنام ساب الملعب كله حط الكرة في وجه اللاعب ماروان عطية هو أمامه عبد الكبير الوادي خطير 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 عبد الكبير خطير عبد الكبير يحطهاهل أحمد عاطف أحمد عطف جبع القدم اليسرى وتصويبة لكن تصطدم وتروح لمروان هل مروان كان تسلل مروان يرجع على طول لجوزيف جوناثن مروان لجوزيف لمروان مرة تانية مروان عند عبد الكبير الوادي أخطر لعبي مودرن فيوتر إمام يرقص في مكان خطر لكن دينجرس بلاي في اللقطة اللي فاتت ضد مروان محسن هل دينجرس بلاي ولا لمسة يد لأنه لو دينجرس بلاي تبقى ضربة حرة غير مباشرة يرفع إيدة محمد عادل مرفعش هذه اللقطة الهدف الأول ودين الارتقاء من كهرباء الخروج الخاطئ من جنش ثم لقطة الهدف الثاني الخروج المتأخر من جنش وحسين الشحات بعدها السيس من محمود عبد المعنى تردد الخطوة اللي خدها الوراء الجنش دي في خطوة خدها الوراء لو كان قرر ياخد الاسبرينت من الأول كان قفل الزاوية على حسين الشحات إصابة لأحد لعبي المودن فيوتشر أعتقد تعالي الفيل مارسل كولر أمامنا في الصورة 82 أو 81 ماتش منذ قدومه النادي الأهلي 55 فوز وتعادل في 18 لقاء وخسر 8 لقاءات لكن قدروا أنه مع النادي الأهلي وبالتالي 8 خسائر ولأن الأهلي يلعب على بطولات وقيمة الأهلي من الثمن خسائر أربع هزائم كلفوه أربع ألقاء صوروا حضراتكم تلعب مع نادي بيلاعب وينافس على بطولات أربع خسائر بأربع ألقاء خسارة الريال موندياليتو 22-24-1 خسارة منطقية وطبيعية في فبراير لكن خسارة فرصة اللعب على نهاء الموندياليتو ثم خسارة اليوسما 1-0 ولقب سوبر إفريقي خسارة 1-0 من ممالدي سانداونز خسارة آفريكا فوتبول ليج وأخيرا خسارة بقول لحضراتكم كان يرى الكثيرين من المنصفين أن الراجل ليس له دخل فيها وهي خسارة في لومنانسي 2-0 بسبب تباري لعب الأهلي في إهدار الفرص السالة وأدي الفرحة من مختلف الأطياف من جمهور النادي الأهلي اللي راح يستمتع وراح في أجواء احتفالية أجواء احتفالية وما كانش في حسابات جمهور النادي الأهلي أبدا أن مودرن فيوتشر يبوز اللوحة الجميلة دي والاحتفاء والحفاوة البالغة بلعب النادي الأهلي ولعب مودرن فيوتشر في الشوت الأول كان عنده حسن ظن جمهور النادي الأهلي لكن في الشوت الثاني هنشوف ريكاردو فورمزينيو اللي أكيد غير راضي عن النتيجة في الشوت الأول هيعمل إيه مع 45 ديئة قابلين محتاج أنه يرجع في النتيجة ومحتاج أن الغلة ما تزدش وأمور معقدة ومركبة بيلعب على لقب هو الثاني في تاريخ مودرن فيوتشر النادي الوليد اللي تأسس فيه 2012 علي معلول تمريرة صعبة لكن مصطفى شبير يلحق يتفادى ركنية يحطها في التماث عبد المنعم بيقول له ما كانتش لية لكن أوفى صلح خطأ علي معلول ويحط الكرة إلى رمي التماث كورنر غير التماث عبد الكبير الوادي رغم إضاعته الأسهل فرص مودرن فيوتشر لكن هو أبرز لعبي مودرن فيوتشر أحمد عاطف أحمد عاطف يضغط عليه محمد عبد المنعم مش عايزة تخرج كورنر لمودرن فيوتشر مرة تانية رمي التماث نلعب خلاص في التواني الأخيرة من أحداث الشوت الأول كانوية علي الفيل في التلت دقائق الوقت اللي اختسب بدل من الضائع عبد الكبير الوادي محمد صادق تقطع من كوكا كوكا لمروان عاطية حسين الشحاك حسين يرجع لعلي معلول ضغط من عبد الكبير الوادي لقوفى يلعب قوفى على طول بالقدم اليسرى يلعب رجل الاتنين الكرة بجيله برجلين مش مغرض أن الأول لمسة لعبها وخلاص لا بس لدو بلعب على طريق موضوع الحراس اللي بلعبه الكرة برجلين ده كصة كبيرة دي علي معلول في لمسة يد ضد عبد الكبير الوادي لكن محمد عادل يطلق صفرته حكم اللقاء الدولي معلنا نهاية أحداث الشوت الأول تقدم النادي الأهلي بثنائية بطليها الاتنين اللي أمامنا في الصورة محمود عبد المرعم كهربا في الديئة 12 ثم يصنع لحسين الشحات في الديئة 34 شوت أول وفا بالوعود وفي انتظار شوت تاني ومتعة وإثارة مضمونة لا تذهبوا بعيدا كابتن سيف زاهر إليك الكلمة شوت أول استمتعنا فيه بأداء النادي الأهلي واستمتعنا فيه بتقلق الملفت للاعب النادي الأهلي وحالة الفوآن للاعب النادي الأهلي وتحديدا لعب محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات سجل كهربا من عرضية واعتيادية يسارية من علي معلول النجم الدولي التونسي ورأسية بعد خروج خاطئ للحرس محمود جنش كلف وهدف في مرمى ثم صناعة من محمود عبد المنعم كهربا وتحرك ولا أروع من حسين الشحات يجبروا انه لعب له التمريرة في المكان الفاضي تأخر جنش وتردد للحظات خرج جنش لكن بمهارة فائقة يضع حسين الشحات من فوق رأسه هدي يبدو انه فيه تغيير فيه تبديل من لعبي فيوتشر هنشوف مين اللي هينزل ده علي زعزع علي زعزع هينزل وانشوف مين اللي هينزل علي زعزع عيد على ما سمح حضراتكم بأتشكيلة الأهلي مرة تانية ابتدى النهاردة بمصطفى شبير وعلي معلول وعبد المنعم وربيعة ومحمد هاني مران عطية وإمام عشور وكوكا حسين وبرسيتا وكهربا بينما تشكيلة ريكاردو في المدزينيو جنش جوزيف جونتان علي الفيل محمد ربيعة باسم علي محمد صادق اللي اتحصل لانزاره توقعت خروجه مع بداية الشوط التاني لكن واضح انه موجود في أرضية الملعب والله شايفه ودي الجوارب المقطوع اللي كنت بأتكلم عليها غنام محمد في الشوط الأول عبد الكبير الوادي بابا توندي بيلو مروان محسن واحمد عاطف ودي أمامنا الحكم محمد عادل 45 سنة ليه الحكم محمد عادل اللي ليه قصة ملهمة محمد عادل بيحكي هو ليه بقى حكم في عمر 12 سنة كان بيتفرج على كأس العالم 90 حكم الفرنسي بيشيل فترو لو تتذكروا لقاء الأرجنتين والكاميرون وهو في عمر 12 سنة كرر يبقى حكم من سلاسة وجمال على حد قوله وحسم الفرنسي ميشيل فترو شوف جميل لباليك هدفه جميل لباليك تموحه وتحققه محمد عادل الزابط شرطة صابق وهو حكم اللقاء وهيكون موجود إن شاء الله في كام النسخة القادمة فيوتشر على يسار الشاشة ودي كهرابة ضغط كهرابة ضغط كهرابة ودي تمريرة لكن تصطدم باللعب غنام محمد وكانت كرة يعني خطيرة جدا للنادي الأهلي مع بداية الشوت داني طلع علي الفيل ونزل علي زعزة علي كان عنده علي ما كان علي علي كان عنده إصابة أصلا وكان مهدد بعدم المشاركة في هذا اللقاء لكن يبدو إنه يعني مع إصابته اللي كانت في آخر الشوت الأول ما قدرش يكمل علي الفيل نتمنى له السلامة وكأن يعني المصائب لا تأتي فرادة بالنسبة لريكاردو فرمتينيو اللي بيعاني بيعاني من إصابات بالجملة دربت صفوفه قبيل هذا اللقاء النصق كمان للي فرضه الأهلي صعب على فيوتشر مودرن فيوتشر وكأنه أخرج كل ما لديه أمام بيرامدز أدي رمي التماس لصالح عبد الكبير الواتح محمد هاني موزعج والله ده محمد صادق في اللقطة لفاجئة محمد صادق متألق مع الدرويش مظهرش بالشكل المتوقع منه مع بيرامدز وفي تجربة مع مودرن فيوتشر بابا تون دي بيلو محمد صادق لجوناثن الجليل يسرى متقنع عرضيات المراضي أرضية طلع على طول كوكا اكتشاف كولر اكتشاف اكتشافه في عشر أيام حد قبل لقاء الاتي العميد ما كانش حد يتوقع أبدا ان كوكا يلعب أساسي في خط وسط النادي الأهلي ادي عبد المنعم لو عدت من ربيعة فموجود عبد المنعم لا خوف عليكم فعبد المنعم لديكم طلع على طول محمد عبد المنعم الكرة للمي التماس محمد ربيعة علي زعزع اول لمسة عبد الكبير الوادي مايستر عبد الكبير الوادي عجبني جدا ثلاثين سنة لكن ما شاء الله يركض في كل أرجاء الملعب عبد الكبير يحطها الغنام يغير ملعب عن جوزيف جونيثن مودرن فيوتشر بادي بداية واخد المبادرة يعمل عرضية يقول لحضراتكم عرضياته متقنة العلي زعزع حسين التايمينج ما كانش مزبوط تنزل لعلي لعبد الكبير الوادي يضغط عليه علي معلول دون أن يرتكب خطأ ترجع مرة تانية لعبد الكبير لكن تنشأ الأرض عن لعب أحمر تاني وهو مروان عطية كتافة ما أن يعني ينتزع الكرة عبد الكبير الوادي من لعب قميص أحمر لأي ثلاثة قدام وقادي إمام عشور إمام عشور إمام عشور لعب بأنانية في اللقطة اللي فاتت كان ممكن يمرر لكن ضربة حرة مباشرة وإنزار هنشوف الإنزار المراضي على المين نفس لقطة حسين الشحات يبدو أنه على غنام محمد يبقى غنام محمد إنزار أيضا في الديئة 47 على اللعب غنام محمد عشان ريكاردو فرمزيني يبقى عنده الاثنين اللي في قلبه وسط الملعب غنام ومحمد صادق اللي اتنين هيلعبه اثنين واربعين ديئة تحت ضغط وتحت تهديد الطرد بعد حصولهم على إنزار سواء محمد صادق في الشوت الأول في الديئة 40 أو غنام في الديئة 47 مشكلة كبيرة لأنه مركز بيتطلب الاتحامات كتير محمد هاني بيرسي تاو بيرسي بيرسي بصاهر له كوكا بيرسي هيعمل ايه يرجع بيرسي يسند على رامي ربيعة من بيرسي لإيه مصطفى 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 احطها في اليمين شوف بالملي لمحمد هاني ده اللي بتكلم عليه المودرن الجول كيبر خلاص فكرة الجول اللي هو بيصده وبس تلغت تلغت عبقرة كرة القدم دي مين الفنيين شوف بس الكرة الاول دي كوكا حطها ليه امام عشور امامي حطها لحسين الشحات حسين 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 واحدة ارتو حسين من بتاعة الاتي لكن يعني توصل سهلة للحارس محمود جمش حاول من فلومنانز كتير مرديتش مع حسين الشحات لكن كان سجل واحدة ولا اروع في لقاء الاتي في فوز عريض للاهلي على العميد الاندية السعودية التحجد ثلاثة واحد امام عشور لكوكا محمد عبد المنعم محمد هاني لمروان عطية مروان في وسط الملعب يرجع لمصطفى مصطفى لرامي ربيعة بيبدأ البلد اوب معاهم مصطفى على طريقة اونانا وادرسون واليسون كوكا كنميل محمد هاني محمد هاني برسي تاو برسي تاو واحدة 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 مش ممكن يا برسي تاو مش ممكن يا برسي تاو امتى هتزبط برسي تاو واده يجنش يعني مش ميسد في حالة عدم تصديق بيبص عليها بيشوفها هي فين في الشبكة الاهبر برسي تاو تردت كثيرا واده يعني واحد من الجمهور الاهلاوي يبدو عليه الحصرة في اللقطة اللي فاتت اللي ضعها من برسي تاو التردد يحط لب ولا يلعبها قوية ولا 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 طلعت بالشكل ده دي حسير الشحات مرة تانية برسي تاو برسي يعمل أسست يا راجل يا راجل يا راجل يا برسي تاو برسي تاو يعني يواصل مسلسل اهدار الفرس بدأوا في الموندياليتو في لقاء فولومنينزي ضيع واحدة ما تضعش مش ممكن كان بعد الهدف الاول مباشرة لكن كان سجل في لقاء راوة ريد دايمونز الياباني في فوز عريض بأربع هداف مقابل هدفين محمد عبد المنعم مودرن فيوتشر أو فيوتشر بالاسم السابق السابق هو اللي رجع محمد عبد المنعم لتشكيلة النادي اللي هادي محمد ودي مراوان رأسية لكن على طول يمسك قوفة بخبات يبدو إن في إصابة لمحمد عبد المنعم في الاشتراك اللي فات الكادر جاي مع مصطفى لكن كنت لمحت إن فيه شاكوى لمحمد عبد المنعم هنشوف إن شاء الله يكون سليم آدي هنشوف محمد محمد وكادما كده في الواج عنده من المؤهلات والإمكانيات تخليه يلعب في أقوى الدوريات الأوروبية إن شاء الله محمد عبد المنعم بس يعني المنتاليتي والاتزان النفسي وعدم المبالغة في الخطة كلها أمور لكن محمد عبد المنعم عنده أدي ريكاردو فرمتزينيو لقى جوزي مورينيو بيكلمه في المؤتمر الصحفي رح ردد على التليفون وبيني وبينكوا مين فينا في المنظومة الكروية دي كلها لو لقى جوزي مورينيو بيكلمه هيكانسل عليه مين يجرؤ يكانسل على جوزي مورينيو سبيشيل ون واي عبد المنعم وجنبه مصطفى شبير ردي جمهور النادي الأهلي جمهور لا يعد ولا يقصى مارسيل كولر ولو راح السودان هيلاقي غيرهم ولو جي مصر هيلاقي أعداد غفيرة لا حصرة لها ولا عدد ودي مارسيل كولر بيكتب مارسيل كولر 63 سنة ودي رقطة جميلة من مخرج اللقاء طريق كولر بحد في المنية ودي جمهور النادي الأهلي أم عبد المنعم رامي ربيعة يلعبها طولية عند الكهرابة لكن محمد ربيعة يقتع كورة رامي ربيعة جوزي فجونيثان يسند على طول عند محمد ربيعة علي غنام خرجوا بيها بشكل كويس جونيثان جوزيف يلعب كورة طولية باتجاه أحمد عاطف يستلم مروان مرة دي ما ضغطش عليه عبد المنعم أحيانا المهاجم من الاتحامات بيخوف المدافع رجع تراجع مع عبد المنعم في اللقطة اللي فاتت أدي بابا توندي لعبد الكبير الوادي عبد الكبير عبد الكبير عبد الكبير داخل منطقة الجزاء لسه يلعبها لبيلو بابا توندي يعمل عرضية بائسة جدا تطلع الكرة إلى دربة مرمى في اللقطة اللي فاتت أدي فرحة لمناصر جمهور النادي الأهلي في أبو زابي طبعا عيد أهلي لما يسافر في جولة أسياوية الزمالك لما يسافر في جولة أسياوية الإسماعيلي الإبحاد المصري محل الفرق الجمهورية عيد عيد بالنسبة لجمهورهم في الخارجات العربية حسيني الشحات حسيني حطها الكهرباء المخترب يشعر إن جزء من الوطن عاد إليه لما يشوف فريقه اللي بيحبه موجود في البلد الشقيق حسيني الشحات يلعب بيرسي تاو في رسك هنا خاده محمد ربيعة لكن باسم علي على طول يقطع لعلي زعزع علي زعزع لا يتزعزع في الكرة اللي فاتت ويضغط علي زعزع لكن وحشة حساته تروح لعلي معلول علي المروان المروان عطيه لعلي مروان يغير ملعب لرامي ربيعة إصابة ضهر قضت على يعني مشروع لاعب في سبورت يجليش بونا وخروج في 2015 كان قادر أن يكسر الدنيا رامي ربيعة لكن عاد عاد وقتبت نفسه واستعاد عافيته مع النادي الأهل رامي ربيعة تمريرات من لعبي مودرن فيوتر أمام أعين وأنظار لعبي خط الوسط أدي الكرة لأحمد عاطف بدون عنوان أحمد عاطف توصل الكرة سهلة للحارس مصطفى شوبير Like Father Like Son مصطفى شوبير وأحمد شوبير كاسبر شمايكل وبيتر شمايكل وأباء وأبناء لعبه للمنتخبات ولعبه للأندية في مصر موجود يعني طبعا الحديث عن الكابت الأكرامي والمرحوم أحمد وحمد الله عليه وشريف ربنا بارك في عمره وأيضا عادل عبد الفتاح وأحمد عبد الفتاح والجيل الجديد New Generation بقى موجود أحمد نادر السيد وأحمد طارق سليمان وكلها يعني الجينات تورث في مركز حراسة المرحوم هذه مرحوم محسن يضغط على عبد المنعم تطلع الكرة إلى رمي التمس يبدو أن فيه تبديلات في هذه الأثناء لريكاردو فورموتسيني مارس الكولر ما عجبوش الباص القصير ده طب منعم بيقول له مش أنا حديث بين كولر وعبد المنعم ولغة كرة القدم يفهمها كولر يتحدث العلماني عبد المنعم بالتأكيد يتحدث العربية لكن لغة كرة القدم واحدة والبرتغالية موجودة في فوق خارج الخطوط مع فيوتشر ضغط على طول النيجيري حطها بامتياز لحمد عاطف أهلا ومشت زي ما أحمد عاطف عايز الفكرة كانت ممتازة لكن ما خدمتوش الكور شوف كان عايز ياخد رامي على عكس اتجاهه كانت تتبقى خطيرة جدا هذه النتيجة أمامنا اتنين الأهلي لشيء مودرن فيوتشر والهدفين لحسين الشحات ومن قبله كان سجل اللعب محمود عبد المنعم في هربا اللي صنع بدوره لحسين الشحات في لقطة الهدف رامي ربيعة رامي 56% شوفنا الاستقواج لأهلي في الشوط الأول 44% لفيوتشر 6 تصويبات تعالى إجمالا للأهلي مقابل سرعة لفيوتشر لكن تعالى شوف خمسة لأهلي مقابل ولا تزديدة لفيوتشر الفاعلية والإفشينسي والواقعية اللي النهاردة لنادي الأهلي اللي لما بيروح بيسجل وبيعود بتسجيل أهداف بيرسي تاو نهيك طبعا عن الفرص المهدرة من بيرسي تاو تحدي بيرسي بيرسي تاو بيرسي كان المحترف الوحيد في تاريخ النادي الأهلي اللي تجرأ وارتدى القميص رقم 10 والموضوع لقى قبول عند جمهور النادي الأهلي قميص لم يرتدي أي محترف لم تخني الذاكرة في تاريخ النادي الأهلي قميص الأسطورة بيبو وليد صلاح الدين اتدحمت بلال فترة هذه رامي ربيعة بطايا ولد لمحمد هاني ما خرجته ودي ضغط فاول فاول هنا من إمام عشور لحنشوف لصالح مين في وسط الملعب أعتقد اللعب محمد صادر هذه التبديل الثاني هشام عادل وهيخرج بابا توندي خرج النيجيري وينزل هشام عادل وأيضاً كيجالي درامي مكان عبد الكبير الوازي كيجالي درامي بدلاً من عبد الكبير الوازي أنا قدامنا كيجالي درامي لعب صغير 20 سنة كيجالي درامي و جامبي قادم من دا جامبيا قادمة ضغط على طول درامي في أول لمسة تروح لغنام محمد كان لعب مع منتخب جامبي وكان شارك مع منتخب جامبي على فكرة في كاس العالم اللي أقيمت في الأرجنتين من الصف الماضي ومنتخب اللي كان نفاجأ تخيلوا حضراتكم من دا جامبيا كانت انتصرت على المنتخب الفرنسي عين خبيرة أيضا موجودة في فيوكشر في انتقاء اللحيب هذه مرآن عطية يلعب كرة طولية عند بيرسي تاو بيرسي تاو بيرسي تاو واحد على واحد بيرسي وربيعة بيرسي وربيعة بيرسي وبالقدم اليوم لا مش لحد خالص كان في الصندوق كهرباء وإمام عشور ومشهد كان مختفي فيه حسين الشحات هذه شوف لسه بول مختفي فيه حسين الشحات لأنه توقعت أن الطبيعي حسين يبقى في الصندوق في اللقطة زي دي لكن واضح أن حسين يعاني من مشكلة عضلية أو يعني مشكلة اللقاء وإيه حسين الشحات وإيه حسين الشحات ملنا له السلامة حسين يعني رزنمى عنيفة للنادي الأهل شوفه في شهر 12 لوحده في 2-12 لعب يانج أفريكنز في تنزاة في تنزان ثم هذه اللقطة اللي فاتت لقطة هدف حسين الشحات ثم ثم وثمانية 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 شباب بلوزداد في الشامبيونز ليج ودي جنش اللي خض 8 مباراة أمام الأهل بقميص الزمالك وفيوتشا وفاز في 3 وتعدل في مثلهم وانتصر الأهل مرتين ده 9 هدف يعني يدخل في مرمى جنش من النادي الأهل أم حسين محمد ربيعة ترجع لجنش كان أبدأ استياء وجنش على فكرة أن لعب واحد فقط من فيوتشر في خيارات 55 لعب من روي فيتوريا لخلفية أن فيوتشر بيلعب في الكونفيدريشن قبل وماشي كويس في مجموعة المركز الثاني وكساب اليسمى وأيضا يعني رابع دوري باك إنها خيارات روي فيتوريا اللي كلنا بندعمه بالتأكيد قبل يعني كان 2014 مصطفى شبير بالمعاس زي ما أقول لحضراتكم حطها على طول علي معلول علي معلول علي 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 انطلق علي حطال حسين حسين كعب العلي ما فهش تسلل علي 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 مش عايزة إنكار ذاتي علي مش عايزة إنكار ذاتي علي مش عايزة إنكار ذاتي علي كان ممكن يسجل بنفسه علي معلول الهدف التالت لكن فكر في بيرسي تاو ويلعبها عرضية عشان في الأخير تضيع فرصة هدف محقق تالت للنادي الأهل بيرسي تاو بيرسي إمام عشور كعمل بيرسي بيرسي عمل فنت بيرسي 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 لكن تطلع الكرة على دربة مرة الأهلي مزاجه عالي في لقاء اليوم الأهلي مزاجه عالي ودي صاحب التسعة وعشرين سنة بيرسي تاو الدولي مع البافانا اللي في رصيده تسعة وثلاثين لقاء مع الأولاد يعني كان هيسجل فيه اللقطة اللي فتح ده دي علي وفكر في بيرسي تاو من تونس للجنوب إفريقي كرة عرضية ودي الفنت من بيرسي تاوض تصويبة ضعيفة تطلع الكرة على طول إلى دربة مرة طاهر محمد طاهر موسيو طاهر محمد طاهر تحدث الفرنسية طاهر محمد طاهر يبدو أن يستعد لنزول أعتقد أن يخرج حسين الشحات علي زعزع تدخل فنائي على مروان عطية يرد على طول لشام عادل لدرامان الجنبي يقطع على طول عبد المنعم بامتياز إن شاء الله مستوى مطمئن لروي فيتوريا قبل أي شيء قبل يعني تحدي جديده والبحث عن نجمة التمنى حسين 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 حب يروغ حسين لكن تصطدم على طول بالمدافع هشام عادل وتروح لجنش أخذ كاد مفوش وحسين هذه دولة ربيعة محمد ربيعة في اللقطة اللي فاتت لكن مش مقصودة مدافع مميز محمد ربيعة قدم من نادي واجبه هذه حسين هذه مارسل كولر منحتاج بطولة ولقم يصلح بين أهلوي برونزية أصلاحة ما أفساده السوبر الأفريقي والأفريكان ليج وهو إمام عشور إمام عشور إمام عشور ثاني مرة ثاني مرة إمام عشور عرضية وحسين خلاص حسين يعني تستعد ليه مغادرة محمد بن زي الإمام عشور ضغط إمام أدي حسين حطها لإمام مفيش تسلل إمام حب يحطها الكهرباء لكن أقوى من اللازم ليه كهرباء تطلع الكرة على طور رمي التماسي من ناحية الثانية وهو دي طاهر محمد استعد طاهر للنزول عنده تجربة في لهافر الفرنسي ودايما لما بنيجي نقول طاهر الكل يتذكر مارادونا نيني طاهر أبو زيد واحد من أفضل لعبة لأن جابتهم الملعب المصرية أصحاب القدم اليسرى إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق لكن الكل ينسى أو يتناسى طاهر آخر هو طاهر الشيخ يتذكروه كويس الأجيال اللي في عمر خمسين وستين عام طاهر الشيخ النجم الأنيق أيضاً كان طاهر ثالث في صفوف النادي الأهلي ينزل آخر طاهر حالياً في تشكيلة النادي الأهلي طاهر محمد طاهر في حين يكن جمهور الأهلي هذا الموسم حب جارث لأطهر الطاهر طبعاً لدور أصيل فيما وصل للنادي الأهلي ركت جزاء أهضرها غيرت مصير الأهلي في الشامبيونز ليج ودته كأس عالم أندية ويعني كانت مسترق طرق أطهر الطاهر خرق نسين الشحات وينزل طاهر محمد طاهر طاهر هنتشوف هيعمل إيه فيه 25 دية متبقين كان في خيارات أجيري وكالمقتنع دي المكسيكي مع المنتخب الوطني لكن تراجع أداء طاهر محمد طاهر ولم يحظى بعد بفتة ريز الطاهر اللعيدة اللي بيشكر فيه محمد صلاح بشكل خاص دايماً طاهر محمد طار في كل إنترو ضربة حرة مباشرة ضد كوكا بصالح درامان الجنبي منتخب الأفريق الوحيد في كأس العالم أندر 20 اللي وصل لدور السفر يكفي إن هم يتصدروا مجموعة فيها فرنسا والهندورس وكوريا الجنبي البلد اللي مساحتها يعني أو تعدادها شوف بس الدربة الحرة المباشرة من جوسف جونسون جوسف جونسون يطلع على طول رامي ربيعة تنزل على طول علي زعزع علي زعزع الضغط هنا من مروان عاطية مروان لسه كرة مشتركة ما بين علي معلول وأحمد عاطف ترجع في الأخير لمدافعي نادي مودر الفيوتشر وتحديدا محمد ربيعة محمد ربيعة غير ملعب في الجبهة اليمنى لكن يطلع على طول علي معلول مروان عاطية غنم محمد يطع طاهر في أول لقفة طاهر قبل التسلل يطلعها لبيرسي تاو الإمام حط جسمه ياخد ياخد الكرة كهرباء لكن يعني في ميل الأداء الفردي بين لعب النادي الأهلي في الكام دي ألفات انت بتكلم على اللعب درامان جالي دراميه تكلم على جنبي تعدادهم 2.5 مليون هادي إمام عشور ويصلوا دور 16 كاسر عالم تحت 20 عام بلد بساحة 11 ألف كيلو متر مربع ده بساحة مول في جمالية مصر العربية فريطة بتتغير والكرة الإفريقية بتتطور تحديدا في غرب إفريقيا جوناثن ويروك لي كثيرا فكرة أن النادي في مصر يوصل للاعب يرتدي قميص رقم 10 مع منتخب ويجيبه في سن صغير ويبقى مشروع يبقى مشروع استخدام أدي جمهور النادي الأهلي يشجع 66 دقيقة شوت أول الأهلي يسجل فيه هدفين وركن للهدفين لسه الشوت الثاني ما شفناش هدف هنا ولا هنا بيرسي تاو بيرسي مراوانا عطية لكوكا توقيت إعلان قومة روي فيتوريا يمكن ما خدمش كوكا فقدم يعني لو بيعلم دلوقتي روي فيتوريا أكيد كوكا كان ما فيك سابقه كوكا علي معلول علي حطها لطاهر طاهر طاهر ضم للقلب طاهر يحطها لإمام إمام هيعمل إيه؟ وانتو مع بيرسي لإمام لكهربا تيكي تاكا داخل منطقة جزاء مودرن فيوتشر لإمام إمام يرجع مرة تانية لهاني هاني رجع مرة تانية الأهلي الجماعية بيرسي تقول هاني 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 امتياز لجنش ليه بقول امتياز لجنش المرة دي؟ لإن جنش أي هفوة منه هاني رايح يتلكك عايزة هدفنلتي شوف الدربة دي من جنش أو التفتبة من جنش عراس هاني يعني يقول له قوم ما اشربهاش جنش شوف جنش اشتراجع على طول بص جنش رجع إيديه ورجليه وساب هاني يقع على الكرة ما فيهاش أي حاجة وضربة مرمى لصالح نادي مودرن فيوتشر اللي يعني الأهلي يعني كان منافس قوي على مودرن فيوتشر في لقاء على البطول وشوف مروان محسن واضح نظرات الاستصعاب الماتش هدي أحمد سعيد أوكا واحد من أفراد الجيل الذهبي لحرس الحدود مساعد ريكاردو فورمتسينيو دولي أوكا ترسي تاو ترسي ضغط محمد صادق تروح لمروان محسن شوف ناش عمر السعيد مروان محمد صادق محمد يحطها الغنام الاثنين بيلعبوا بحاضر ربيعة لغنام غنام ينقر ملعب لكن يا ولد من غنام يقطعها أمام تنزل لكهرابا كهرابا حطها الفيرسي ولا أجمل في مساحة في مساحة يحطها الكوكا كوكا كوكا حب يراوغ غنام تروح مرة تانية لكوكا عايز يسد الكوكا حطها لإمام إمام لكهرابا وان تو تري طاهر 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 تتول من طاهر و يتعامل الجلس و يصد الكرة اللي فاكت بعيد الأهلي عايزين يدخلوا بالكرة المرمى هادي طاهر 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 فاي النهاردة الأهلي لما يكون في يوم كبير صعب 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 تواجه تالة العالم وهو فاي صعب هادي كيجال دراميه يحطه على طول ليه؟ أحمد عاطف عبد المنعم و عاطف عبد المنعم و عاطف حجز كويس عاطف عمالها عرضية لكن في لحظة غفلة وسرحان من مروان اللي كان لازم يبقى مكمل رجع مروان و استأسد و خد الكرة لكن بعد فوات الأوان ربما مروان هادي مروان و تصويبه لكن سهلة تطلع الكرة الى ضربة حاس مصطفى ان هي خارج المرمى هادي مروان بيطلب التبديل تعب مروان محسن 34 سنة مروان عنده 8 ألقاب مع النادي الأهلي و عنده لقو ايضا كأس ربطة مع خريق مودن فيدسان هنا رامي ربيعة و التعامل تليه جنش يطلع الكرة الى التصدي اللي خد خرج محمد صادق واحد من اللعبة اللي كانوا مهددين و نزل محمد محمود ولد ده ولد محمد محمود ده لكن لعنة الصبيبي مرتين مع الاهلي لعب عنده شخصية لكن الإصابة عطلته كتير متمنى نشوف محمد محمود كما عهدناه مايسترو في خط وسط ودي دجلة و كان يبني عليه النادي الأهلي الكثير من الأحلام والطموحات لكن يعني الإصابة اللعينة اتنين وباط صاليبي عطلو كتير محمد محمود اللعب المويز اللعب اللي دايما له لمسة خاصة محمد محمود محمد عبد المنعم شو بير رامي ربيعة جونيسن شام عادل طولية عند درامي 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 لكن يا ولدي علي معلول شوف التخطية العكسية شوف التخطية العكسية من مدافع بقيمة علي معلول تلاتة وتلاتين سنة يجري يضغط على ولد شاب بيافع عنده عشرين سنة جاي من غرب أفريقيا يضغط و يستخلص الكرة اللي فاتت دي واللي عنده عشرين سنة كان لسه نازل عشان البعض بيقول يعني ان علي معلول يجيد مع الاهلي لانه فقط يلعب كرة هدومية علي معلول واجب دفاعي بامتياز في اللقطة اللي فاتت امام عشور كبري عن رايق وهدي التصويبة كبري بالأمر المباشر في اللقطة اللي فاتت دي هذه محمد محمود محمد تضغط على محمد محمود تطلع الكرة الى رامي التاس هذه علي معلول مخرج اللقاء كما لو كان سامعني في اللقطة اللي فاتت لو يعدهانا تشوف علي معلول ازاي ضم وغطى لما تدرب خط ظهر الاهلي محمد عبد المنع مرامي ربيعة في اللقطة اللي فاتت عمر السعيد ويخرج مروان محسن زعة من المحسن الدية الاثنين وسبعين التجة الطريقة في مع جمهور النادي الاهلي ومعيزة جمهور النادي الاهلي متخليد للشهداء النادي الاهلي واحية اللي ذكرهم في جنة الخلط القي جميلية اتلعبت الكرة على طول لمحمد هاني رامي ربيعة كوكا لبيرسي تاو بيرسي كرت وحيد دفع به مارسل كولر هل نشوف مودست هل نشوف اليو ديانج كهرباء كهرباء في لحظة سلاحان من كهرباء تضغط عليه شوف الجنبي ده شوف الجنبي ده ولد الجالد رامي ده ولد حطها لمحمد أحمد عاطف أحمد عاطف لعمر السعيد عمر اضغط على عمر من رامي ربيعة تروح على طول لطهر محمد طهر طهر لعلي لعب بقل مجهود من لعب النادي الأهلي حسموا اللقاء في شوت أول ميزة الهدف المبكر ترمي على أندال كبيرة صعب جداً انت بتلاعج مجهد كبير وتتلقى هدف مبكر انك تقدر ترجع في النتيجة أهلي لم يسجل هدف فقط بل كمان غطى الهدف في الشوت الأول وبالتالي يعني أنهل لطائق المكيم في الشوت الأول أهلي مصطفى يبدأ قوفا مع عبد المنعم عبد المنعم لقروان عاطية طاهر إمام يبدو عنده إصابة محمد محمود يعمل عرضية لكن يا ولد يا ولد يا وفا يطلع يمسي الكورت وبكبير بتكلم على فكرة البيلد أب والحارس اللي بيشارك في البيلد أب بفرصة نتكلم وإمام واقع كان له السلامة قوفا محتاج يخرج كورة برا في بداية الكارن العشرين كان الجول كيبر بيقدر يمسي الكورة بإيدي في أي حتة طالما في نص ملعبها تخيلو؟ في 1912 القانون اتعدل بقى يمسك الكورة فقط في منطقة الجزاء 92 فكرة إن الجول كيبر يمسك الكورة الراجعة من الزميل اتلغى الموضوع ده والتاريخ ده بقى علامة فارقة إن الجول كيبر بقى لازم يعرف يلعب برجل فكرة إن مجرد جول كيبر ينقذ أهداف لا بقى لازم يعرف يتصرف في الكورة مؤخراً وعجود أعباكرة في التدريب خاصة يعني مدرب الفرق اللي بتلعب دايماً طريقة هجومية قالوا لك طب ما الراجل اللي واقف ده ردل ما هو واقف ينشي كده طب ما يلعب معنا؟ أنا بهاجم يلعب معنا لعب إضافي لكن عشان يلعب معنا لعب إضافي لازم بس تعديل بسيط يحصل في قانون كرة القدم في 2019 كان قانون كرة القدم لازم ضربة المرمة تخرج برا منطقة الجزاء اتلغى مجرد لمس الكرة خلي play on وعشان كده بقى الجول كيبر هو أول لعب بيبدأ البلد أب بتشوف تيرش تيجن وبتشوف إدرسون شوف أليسون شوف أونانا وده الأمر المميز الموجود والظاهر في مصطفى شوغير المهار هيخرج إمام عشور وهينزل مودست وكريم فؤاد اللي كلما لعب أجاد أدي أنتوني مودست ودي كريم فؤاد وخرج إمام نشوف مين خرق كمان أنتوني مودست الفرنسي وعمر السلاية كمان باخر خرق كهرابة أدي كهرابة تلقى تحايا الجهاز الفني وبجمهور النادي الأهلي مودست نزل بنزل عمر السلاية بنزل اللاعب كريم فؤاد أدي مصطفى حسدت مصطفى أدي مصطفى حسدت مصطفى أدي مصطفى وبعترف وأكر أني حسدت مصطفى ضغط من اللاعب عمر السعيد على مصطفى شوبير في اللقطة اللي فاتت خد وقت أكتر من لازم فكر وسرح ضغط عمر السعيد وهدف ربما في صالح اللقاء نشوف ربع ساعة مختلفة أدي مصطفى وأدي جمهور النادي الأهلي بيؤذر مصطفى له رسيد عندهم بعد لقب تشاندينزليد كلمت أنه بيلعب برجلي كويس لكن في اللقطة اللي فاتت عمر السعيد تدخل بطريقة رائعة لأنه مارتكبش خطأ وأدي شوف هنا الضغط عايزة عايزة مؤحرس لمواصفات إنه كمان ما بيتضغطش نفسياً وأدي اللاعب النادي الأهلي عايزين يعوضوا خطأ مصطفى شوبير في اللقطة اللي فاتت وأهفوا وارتكبها مصطفى شوبير وسجل عمر السعيد وأدي جنش اللي يعني هدف يبث الروح في جوتة هامدة كانت جوتة مودرن فيوتش كلمت عن التعديلات وشوفنا الجول كيبرز اللي بلعبوا برجليهم وشوفنا غلطات قنانة وشوفنا أخطاء من تيرش تجين وبتحصل وبتحصل في أكبر الحراس وفي أكبر عائلات يا مستحر اتنين النادي الأهلي واحد مودرن فيوتشر هدف من توقيع عمر السعيد في الديئة 75 محمد هاني عمر السعيد نهاردة يعني أخطاء الجنش وخطأ من الحرس المصطفى شدور والأهداف بتيجي من أخطاء وضع طبيعي جداً مودست أنتوني مودست عدى القوي 35 سنة 188 سنتي ما شاء الله مودست مروان طاهر محمد طاهر ترجع لمصطفى المرض يلعب مصطفى على طول وعلى اللقاء وعلى اللقاء وعلى اللقاء وعلى اللقاء كانت ضغط من جمهور الأهلي قبل أي حد على لعبي ترقيته لما اقتدوا يحسوا أن يعني تتراجع فيه الأداء بلينشيت راح من النادي الأهلي النهاردة لقاء في المتناول لكن كرة القدم تلعب حتى صفرة النهاية أي ترخي ممكن أن تعاقب ممكن جداً أن تعاقب عوكو بن الأهلي بهدف في غفلة عن طريق عمر السجد تبدلات عديدة أجراها مارسل كولر هذه كرة طولية نزل مودست والسلية وكريم فؤاد تخرج تهربة وحسين وإمام وكنيزل أيضاً طاهر محمد طاهر محمد محمود لغنان محمد علي زعزع كجالي درامي يعمل عرضية خطيرة لكن تطلع الكرة إلى ضربة ماركو بقول لحضراتكم هدف في صالح اللقاء منشوف عشر دقايق وأكثر متبقين من إثارة بعد ما كان اللقاء خلاص وان سجل عبد المنعم رجع لمصطفى ضغط عليه عمر السعيد وسجل هدف يحسب لعمر السعيد اللي دخل كبادين عشان يسجل أول أهدافه فور دخوله عمر السعيد نزلت بي 72 وربما أول لمس لعمر سجل هدف عمر السعيد بعد ضغط على مصطفى شباب تلعبت الكرة طولية اتجاه كريم فؤاد عمب السلعية بيرسيتاو كمان مش موجود تلعب الكرة طولية بتجاه أحمد عاطف أحمد العمر عمر عايز يخدها واحدة كرباك كده لكن يعني غير متقنة تطلع الكرة إلى ضربة مارما في اللقطة اللي فاتت هادي ريكاردو فرموزينيو يقول لهم يعني تلقينا هداية هداية عيد الميلاد لازم نستغلها لازم نستغلها لقاء يعني خير الختام للعام الميلاد عشرين تلاتة وعشرين مسك الختام وخير بداية للعام عشرين اربعة وعشرين كل عام وحضراتكم بخير هذه الكرة باتجاه كريم فؤاد لكن يطلع على طول جنش جنش العامة طويلة باتجاه محمد هاني هل في خطة هل في صدام من عمر السعيد لكن محمد هاني واقع يضغط على ربيعة تنزل لغنام أفضل كثيرا بعد الهدف هذه انطلاقة انطلاقة من علي زعزة يعمل عرضية عرضية خطيرة في الجبهة اليسرى باتجاه هشام عادل لحقها بامتياز هشام 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 لسه هشام يحط على طول محمد محمود والتاني اي روحة اي سيناريو محمد محمود من تصويبه بعيد المدى يسجل التاني لا 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 اي لقاء واي متعة اي لقاء سوبر في كأس السوبر في نهاي السوبر يسجل مودرن فيوتشر ورمونتادة من مودرن فيوتشر عشان تبقى النتيجة اتنين اتنين ودي حصرت جمهور النادي الاهلي واندهاش جمهور النادي الاهلي من يعني لقاء استسهله لعيب النادي الاهلي وتوقع الكاتيرين وربانا امر وربما انا من ضمنهم ان خلاص فيوتشر رمى المنديل لكن ابدا لم يرمي المنديل فيوتشر يُعاقب 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 اللعب هنا لعيب المندي الاهلي على حالة الاسترخاء ودي التصويب هل غيرت اتجاهها لكن محمد محمود يَا والد يَا والد يَا وَلَد يَا والد يَا وَلد يَا محمد يَا محمود كلمت عن الشخصية واتكلمت عن القوة فعلا غيرت اتجاهها فعلا غيرت اتجاهها صدمة دوكوكا وغيرت اتجاهها ودوسج الهدف وارفض الاحتفال محمد محمود اللي اتكلمت عليه اللعب اللي عنده شخصية كبيرة. كهربا وحسين الشحاد بيكلموا محمد معروف. عايزينه يلجأ للفر مش واضح لإيه المشكلة في اللقطة اللي فاتت. قدي كهربا وحسين. وادي اكرم توفيق. هل نذهب ويشهد لقاء اكسترا تايم ولا الاهلي مجرد يضع صم يعني نوع من السسبنس على نتيجة اللقاء. لقاء كان سهل. هل الاهلي ينهي في الامطار الاخيرة. هل فيوتشر هو اللي ينهي. هل نذهب الى اكسترا تايم. لقاء انهائي في اكسترا تايم. هنشوف كل السيناريات ووردة. ادي ادي عمر السلية. عمر السلية حطها البرى المين? طاهر متأخر. طاهر طاهر. ياخد ضربة حرة مباشرة. من مكان هيجي لها علي معلول. من مكان هيجي لها علي معلول. علي معلول وجنش واختبار صعب. ادي باسم علي. يقص من ما فاش حاجة. ادي اللقطة اللي فاتت. ماينفعش يا باسم يا باسم. ضربة حرة مباشرة لصالح طاهر محمد طاهر. اتنين لعبه في صفوف المقولون العرب. ودي علي معلول وجنش. من مكان يعني قريب من لقطة قراوة دايمونس. قوم يا محمد. محمد محمود. لسه نازل. ماسك ركبته. وادي كهرابة. وادي كولر. غريبة كرة القط. غريبة كرة القط. لقاء تشكوكي. ومودرن فيوتشر. يواصل مغامرته اللذي. نذيذة في سوبر. المصري. فوق الاراضي الاماراتية. جنش. ريكاردو فوروزينيو. زي ما جورجر جيم باتشيكو. لركلات الترجيح. لكن النهاردة. ودي جامبه ايكونة. جامبه ايكونة اهلوية. واحد من افضل من ارتدى القليص 14 في تاريخ النادي الاهلي. علاء مايهوب. هو طبعا والكابتان وحسان دربة حرة مباشرة. كوكا وعلي معلول. شوف رصة الحقت البشري. عمر السعيد طويل. وموجود فيه المكان اللي جنب القائم. عشان مع تك اوف يقدر يمنع كرة علي معلول. وتصدم بالفعل فيه غنام محمد. صدمت بغنام محمد. ولسه الكرة داخل الملعب. غنام. غنام. لعبة كولية. تطلع الكرة الى رمي التاس. رمي التاس. غلطة الشاطر بالف. غلط جنش. في وقتين الهدف. غلط مصطفى في لقطة الهدف الاول. وحبة الكرة فيوكسر في لقطة الهدف الثاني. عشان نشهد مزيد من السسبنس النهاردة. في سوبر جميل يليق بكرة القدم المصري. عمر السلاية لكريم فؤاد. كريم. كريم. مع جوناثن. كريم وجوناثن. كريم وجوناثن. كريم وجوناثن. كريم. مش عايز يعمل فاول. خرج بيا جوناثن بانتياز. يحطه له شام عادل. ترى جمهور النادي الاهلي يوني السوبر يا اهلي. دي مروانة عطية. تاكلينج. بدون ارتكاق خطأ. تروح لدرامي. وجه القدم الخارجي من محمد محمود لعلي زعزع. لكن يحسب لريكاردو فرنزينيو. اللي قدر يرجع فيه اللقاء. شوف الالتلاك الكرة لعب فيوتشر. بعد دخول محمد محمود وعلي زعزع. وحشان بلح قدي محمد محمود. ضغط قوي من محمد. لكن دون قصد ودون تعمد لعب مهذب. محمد محمود ضد كريم فؤاد. هيقوم ان شاء الله بالسلامة كريفة. هدي محمد محمود. سجل ركلتي جزاء في لقاء بيرامدز. والنهاردة سجل هدف. وهدي يعني حصرة مشجع اهلاوي او عدم تصديق للسوناريو المجنون النهاردة. سوناريو مجنون. عالي معلول. كرة رمية تماث ولا ضربة مرمى. هنشوف القرار ايه. هدي غنام محمد. عنده انظار لكن بيلعب بكل روح. غنام محمد في هذا الوقت. رامي التماث لسالة فيوتش. رامي التماث في لعبة على طول. تنزل لطاهر. مودست. مودست. مروان عطية. تروح لكريم. مستعج الكريم. كريم جوناثن. في الجابة اليسر عند الشام عادل. هو لا. احيا كرة الهدف التاني شام عادل. محمد ربيعة. يبدو ان الصهرة ممتدة. احمد عاطف. ترجع لطول. ليه. كريم فؤاد. اتنين اتنين. تقدم الاهلي في شوت اول اتنين سفر. وفيوتشر في هذا الشوت يتقدم ايضا اتنين سفر. الشوت سياده الاهلي. وشوت سجل فيه هدفين. وشوت يعني باغت فيه فيوتشر الاهلي في ظرف تمن دقائق سجل هدفين. هدف في الديئة سبعة وسبعين. وهدف في الديئة خمسة لطول. رامي ربيعة. يحط على طول كوكا. كوكا تخدمه. لكن لسه شام في الملعب. محمد محمود. لعيبي الاهلي. يعني لو ما تعملوش مع دقائق الفضلة بجدية ربما يعني يكون الاقاب مؤلم وموجع من نادي فيوتشر. اه ارشب يستعد للنزول. تغيير الملعب في الجبل اليوم عند كريم فؤاد اطول من لازم. تخرج الكرة الى رامي التمس. هل يخرج كوكا? هنشوف. بالفعل يخرج كوكا وينزل محمد مجد. يخرج كوكا وينزل افشا. عمد مجد افشا. ودي اكرم توفيق. ودي جمهور الاهلي. في حالة تشبث ب الامل في انهاء اللقاء بهدف ثالث في اه وقت اللقاء الاصل. هنشوف طاهر محمد طاهر. طاهر 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 عدا طاهر برج الواسع ما شاء الله. ودربه حرة مباشرة لصالح طاهر محمد طاهر ضد بس معا. تاني مرة. تاني مرة. ودي الولد الصغير الجنبي. نزلي عطل افشا. خلي بيجو ظهر في الكدخ. ورا مارسل كولر. يدرك تماما ان ضياع سوبر محلي. خاصة بسيناريو هذا اللقاء قد يكون لي عواقب وخي. بعد ما عادت الثقة ببرونزية المونديالك. علي معلول. علي. علي. يعمل عرضية. علي. وعمر السلاية. عمر السلاية. لكن يا ولا جا جنش. بثبات يمسي كورتو جنش. بثبات يمسي كورتو جنش. هننذهب للإكسترا تايم. وللقاء يحسن في التسعين. اشد المتشائمين من جمهور النادي الاهلي بعد تقدم اتنين صفر في الشوت الاول. لم يكن ابدا يحلم بسيناريو في هذا السوق. بينما اشد المتفائلين لفيوتشر. مكانش يتوقع ابدا عودة فيوتشر واري مونتا. ذلك بيكاردو في المتزينيو. تعليمات. ادي لقطاتها بعض الهايلايتس. هدف الاول لعمر السعيد. اخر لحزة. لحزة. مصطفى فكر وبس. لكن عمر انقض كالاسد. ودي هشام عادل اللي احيا لقطة الهدف. شوف. احيا لقطة الهدف. عبطالة محمد محمود. وحبت تخش الصدمة بقدم كوكا. تغير اتجاهها. تبعدها اكتر عن اوفا. وتدخل لقطة الهدف التاني بصالح مودر مفلشن. غيرت اتجاهها تماما. غيرت اتجاهها تماما. ودي فرحة أوكا. وفرحة ريكاردو فيرموزينيو. ومحمد محمود اللي يعني يرفض الاحتفال امام جمهور النادي. ما زال يحمل في قلبه للنادي الاهلي الكثير من المشاعر الجميع. صيبر عليه الاهلي وعلى اصاباته ودعمه لكن يعني كان اتقرار بالاختراف. لكن لاعب صاحب شخصية كبيرة محمد محمود. ودي جمهور النادي الاهلي. حالة من التركض. اطفال وشباب وصغار. وبنت جميلة. والكل يعني يراقب عن كثب. ماذا يدور في ارضية الماء. تجين نشوف كم دي وقت بدلا من الضايع. شفنا كل الرياكشنات تقريبا. ودي طفل يوماني نفسه مكون حكم يوما ما. ست دقايق وقت محتسب بدلا من الضايع. لكن المشكلة امام مش موجود. لكن الاهلي دايما بمنحضة. مين? قادر على التسجيل في البلاس تسعين. هل الاهلي يسجل في البلاس تسعين? ام نذهب الى اكسترا تايم? هنشوف. ام فيوتشر يسجل? واحد يقولك تبس اكترها ديها فيوتشر يعملها. كل شيء وارد. كل شيء وارد. رامي ربيعة. محمد هاني. تاكلي نقوي من الشام عادل. تطلع الكرة الى رامي التباس. رامي التباس. مرونة عطية. تروح في الشمال عند علي معلول. علي. محمد عبد المرعم. عمر السلية. مودست. ستران سايق من مودست. تهرب منه. حظه كمان مش ماشي مودست. يعني نازل ماتش مريع خلاص. مدينو كولر بس اجواء اللقائق سبطيقة وياخد يشين كاس وياخد مديليا الذهبية. لكن فجأة النتيجة تبقى اتنين اتنين يبقى مطالب هو اللي يغير الدفة. نفس الامر في اللقاء الاتم. علي محمد مجدي افشا. 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 طال طاهر. 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 علي بقى تسلم. طاهر يلعب بنفسه. لمودست. استلم مودست. لف مودست. يسند على السلية. السلية. السلية حطها الكريم فؤاد. كريم. مش ممكن. مش ممكن يا كريم. سابوا كريم فؤاد لحد ما الكرة لف وشاط وتطلع الكرة الى دربة. لكن تشعر معرفش الحالة البدنية ليه فيوتشر هتقدر تصمد امام الاهلي لو راحوا الاكسترو تايم. هنشوف سيناريو يعني غريب. والسيناريو عجيب لهذا اللقاء. لكن فرصة نستمتع ونتفرج على اكبر قدر من دقائق اللعم في نهاي سوبر من اجمل نهايات السوبر اللي اقيم في هذه البطولة. البطولة اللي يحمل اهلي لقبها. 13 مرة يسعى لقب ال 14 بينما فيوتشر يسعى لأول من قدر. السلية. طران عطي. افشا. افشا. هطاف الشمال لطاهر. طاهر استلام بمروغة لكن يقراها على طول علي زعزع ويعتق الكرة اللي فيوت. طاهر يرجع الكرة لعلي معلول. علي لأفشا. نلعب في الدية 93. عمر السلية. السلية يغير ملعب وحشا من السلية غير متقنة تطلع الكرة ضربتها. لاس كهربا مش موجود. امام مش موجود. بيرسي مش موجود. كوة ضربة اللي بدأ بيها كولر عشان ينهي بيها اللقاء في التسعين. كلها سحبها لما اعتبر نفسه ضمن اللقاء. لكن تأتي رياح مودرن فيوتشر دونا لا تشتهي جمهور وسفن الأهلوية والنتيجة. حتى اللحظة التعدل الإيجابي اتنين اتنين. اتنين اتنين في لقاء سوبر ممتع. جنش. عمر السعيد. اشتركوا يا خودها تنزل لغنان. غنان يهديها الكريم فؤاد. كريم. كريم. قطع مشوار كريم. مغوار متضام كريم. يعمل العرضية عند افشة. لكن يطلع على طول محمد محمود اللقطة اللي فشلت. عمر السعيد المزعج. حقق ما فشل فيه مروان محسن. وايضا عبد الكبير اللي ياتي. محمد هاني. بلاي يقون قال محمد عادل. في تاني لعمر السلية. عمر السلية لأفشة. افشة يحطها اللي مروان عطية. محمد هاني تصويبة. يصادها مودست. مودست عايز يسرد على حد. يرجع تاني الهاني. من مكان ما جت. ترجع مرة تانية لأفشة. هاني المردود البدني. مش فتح كل ده. لمحمد مجد افشة في الاخير يحطها الهاني. هاني يعمل كروس عرضية. لكن يطلع على طول باسم عالي. هذه الكرة خطيرة. هذه الكرة على طول تروح ليه? الحارس محمود جنش. شوف بقى كم اصابات وكم وقوع هيحصل من لعب الفرقين بالمناسبة. ادي كهرباء هيتجنى. هيتجنى. لقب. لقب. ما تقدرش تقول انها يبيع. لكن لقب معلق. بعد ما كان مضمون بنسبة مليون في المية. اللقطة اللي ويع فيها مروان عطية. ودي الرأسية من جوسف جونثل عند الحارس جنش. ربما اخر هجمة. مروان عطية. يحطها ليه عالي معلول. عالي معلول. عالي. اكتسب ارض عالي. عطال طاهر. عمله الاوفرلاب. عطال عالي. بانتياز. عالي. عالي. خد وقت عالي. وعمل عرضية عالي. فن الرأسية. لكن على طول يا ولد. انتياز لجوسف جونثل. محمد هاني. للسولية. السولية لطاهر. طاهر يفكر فيه تسديد طاهر. مش ممكن. مش ممكن يا طاهر. مش ممكن يا طاهر على طريقة كأس السوبر الافريقي امام الراجل او تتذكره. كان سجل طارق طاهر بنفس الكايفية. بنفس الكايفية لكن كانت من داخل ملطقة الجزاء. شوف الكرة وهي في طريقها الى المربع. رأسية على طول باسم عالي. تتعاطف مع جنش وتركز فرصة هدف محقق مش ممكن في كيكس هو الله باسم عالي. ايه الساس بنس ده? القفالة دي التشويق ده. لقاء ممتع من الاهل ومودرن فيوتشر. ويعني يوقوع لاحد لعبي مودرن فيوتشر يكسر الرتم ومحمد عادل اعتقد بيقول له ايه لعب? بيقول له ايه لعب? لعب على طول ليه? محمد مجي افشة. يحط قال طاهر. يعمل عرضية طاهر. ينزل على طول لعلي المعلوم لكن داخل موطقة الجزاء الكاون في نتاك قطير. افشة افشة. ما عملش الفاول افشة. محمد محمود. فرصة 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 لفيوتشر. ليه كسر اللقاء. لكن على طول اطلع مصطفى صدور. عاطف كان تسلم لكن علي زعزع ما كانش تسلم. انتياز لمحمود ابو رجال في اللقفة اللي فات. علي زعزع ما كانش تسلم لكن عاطف كان تسلم وخروج في توقيت مثالي المصطفى شبير. شوف هنا. شوف علي زعزع المطلق من الخلف الامام. ده مش تسلم. ده مش تسلم لكن احمد عاطف كان تسلم وفي هذين اثناء كتب علينا ان نذهب الى المية وعشرين عشان تستمر الاثارة والمتعف. نصف ساعة اضافية من المتعف. عزيزي كابتن سيف زاهر اليك الكلام. مرة تلتة مستمعين الافاضل ومشاهدين الكرام واحداث الاكسترا تايم بين الاهلي ومودرن فيوتشر. شوت اول توقع الجميع وظن البعض انه خلاص اللقاء قد حسم للنادي الاهلي الا ان فيوتشر وريكاردو فرمودزينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر كان لي رأي اخر بعد ما في سبع دقائق استطاع ان يسجل هدفين عن طريق عمر السعيد وايضا اللاعب محمد محمود. كل مدير فني اجرى عدة تبديلات وبالتالي تشكيلة اختلفة. اقول لحضراتنا تشكيلة الاهلي الموجودة دلوقتي في فؤدية الملعب. شوف ايه? مصطفى. علي معلول وعبد المانع مرامي ربيعة محمد هاني. مروانة عطية. وعمر السلية. وطاهر محمد طاهر. مودست. واللعب كريم فؤاد. دي تشكيلة النادي الاهلي. بينما مع تشكيلة مودرن فيوتشر. جيمش. جوزيف جونتان. علي زازة. محمد ربيع عباسم علي. محمد محمود. وغنان محمد. وكجالد رميء. وحشام عدل. وعمر السعيد. واحمد عطف. مستمتع مع حضراتكم بنصف فاعة تلعب على شوطاين. لو استمر التعادل الإيجابي بالتأكيد هنذهب الى رقلات الترجيح عشان نعرف مين بطل السوبر في هذه النسخة. هل الرقب الاربعتاشر للاهلي ام اللقب الاول في تاريخ مودرن فيوتشر. ادي كرة دربة ركنية لصالح النادي الاهلي عن طريق طاهر محمد طاهر. افشا ايضا دخل في التشكيلة مكان احمد نبيل كوكا. خمس تبديلات للنادي الاهلي ومثلهم لفريق مودرن فيوتشر. ادي مصطفى ادى لقاء اجمالا بشكل مميز لكن هفوة وخطأ شاطر بالفة من مصطفى شوبير تسبب في السؤال الهدف الاول والهدف التاني اللي يسأل عنه تماما بعد مغيارة الكرة اتجاهها بعد ما صدمت باللعب احمد كوكا. ادي معلول. تخبط في دراميه. ودي فاول مرة تانية لطاهر. ابرز البودلاء اللي نزلوا دخلوا فوق ارضية الملعب حتى اللحظة هو طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر. عمل ازعاج وتسويبة في اخر في ستة وتسعين استضمت بكتف باسم عالي. كان ممكن تحرز هدف العادة البلاس ناينتي للاهلي في نهاي السوبر. لكن هنشوف منحظنا الحلو ان احنا مكملين في نصف ساعة من المتعة الكروية المصرية فوق الاراضي الامراطية. قد العرضية واستضم تتلع الكرة على طول مطالبات من اللعب الاهلي بضرب الجزاء لكن محمد عادل يقول مفيش تعمد والبلاي اون. مصطفى يحطها الافشة لمصطفى مرة تانية. مصطفى. ليه? مراهن عطيه. مراهن عطيه. مراهن عطيه. محمد عبد الملع. واصابة لاحد لاعبي موضر نفسه. اصابات. محمد محمود. ما اعتقدش ابدا ان محمد محمود يدعي الاصابة. لعب اخلاق صحب اخلاق رفيعة. لكن ايه اللي حصل خلى محمد محمود يصاب لان الدربة الحرة المباشرة خلينا نشوف. لكن هل من ساعتها هو واقع محمد محمود? استضمتش بايد محمد محمود. لو في شك يبقى شك على جوسف جوناثن. لكن محمد ان شاء الله يقوم بالسلامة. ودي جمهور النادي الاهلي. يمني نفسه يمني نفسه بلقب سوبر 14. قلت الاهلي مع كولر العلامة الكاملة. اتنين سوبر سابقين. واحد على حساب الزمالك والتاني احساب تيراميد. ودي جمهور النادي الاهلي. واطق من الفوز بالتلاتة. ودي النسر الاهلاوي. ودي ملامح الحزن والحصرة بعد التقدم بهدفين. لكن جمهور الاهلي عارف انه ياما 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 تحط في مواقف كان محتاج فيها. هدف عشان بطولة تبدو صعبة. ياما تحط في مواقف عبر تاريخه. في بطولة في رادس من قلب الصفاقس. عشان تبقى كاس لقب لكاس افريقيا. تهدف في مر مركب محمد الخامس. عشان ي呈ر كاس افريقيا. ياما ياما. ادي طهر محمد طاهر لمحمد هاني. على طول طهر. طاهر لهاني. هاني. والتصويب لكن تقطع الكرة على طول الى دربة مار. كل اللي تمنى اللي احنا بنقدم دعايا لكرة القدم المصرية حتى اللحظة على أكمل وأحسن وأفضل وجه كل اللي اتمنى في الإكسترا تايم أن يقع يبقى مصاب فعلا لنا اتدعي الإصابة نلعب كورة نلعب كورة لعيبة برة بتسيب بيوتها ومهنتها كرة القدم رايحة تلعب كورة نتمنى أن احنا في الإكسترا تايم ما بقاش فيه إصابات والدعاقات للإصابة إلا إذا كانت لا تقدر الله إصابات حالية أحمد عاطف أحمد عاطف تصدم الكرة وتوصل على طول لمصطفى مصطفى لمحمد عبد المنعم قلت لحضراتكم تتذكروا في مقدمة اللقاء أن كولر وجه تسعتاشر فريق محلي تسيبهم كلهم إلا في يوتر سبحان الله العقدة مستمرة ودي طاهر محمد طاهر هل ينجح في فك العقدة هل يكون حلال العقد أفشة أفشة لعلي معلول علي علي لأفشة لكن الضغط هنا على أفشة وتطلع الكرة إلى رامي هل هناك متفائل من النادي الأهلي يشعر أن الأهلي سيسجل التالت عن طريق مودست؟ هنشوف هنشوف لكن هيبقى السيناريو خيالي محمد هاني محمد هاني يحطها لعمر السلية عمر السلية مرست وحيداً يطاع لطول باسم علي لغنان لحمد عاطف المرتدك لشكل خطورة على مدفع النادي الأهلي يقطع الهجمة في مهداء عمر السلية يضغط محمد محمود تروح عند علي زعزع علي زعزع ليه الجنبي اللي عجبني عنده ثقة في نفسه يا ولد عشرين سنة ده عشرين سنة يلعب الكرة عرضية تنزل على طول عمر السعيد وتصويبه من عمر ودربه ركنية لا 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 فرص الفوز بالسوبر بقدرة قادر تتحول إلى خمسين 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 شوف العرضية من علي زعزع وشوف الاستلاء من عمر السعيد وتصطدم لو لا اشتراك محمد عبد المنعم كان ممكن الكرة دي بقى مكانها شباك الحارس مصطفى شبير مسافة رايبة وكانت صعبة لكن ضغط على طول محمد عبد المنعم وتبتع الكرة إلى دربة ركنية مصطفى ثقة فقط اشتقته بنفسه شجع زميله جوزيف جوناثن مبسوط بالأجواء جوزيف جوناثن الكاميروني يلعب الدربة الركنية على القايم القريب مودست مودست لكن يطلع على طول محمد عبد المنعم هشام عادل يطع منه وقفشة بخبرة وقفشة يحطها طولية على طول باتجاه مروان عاطية اعتقدها يرجع ويدفاول محمد عبد يدي فاول وهشام عادل بروح رياضية رائعة لقاء حتى اللحظة يقوم في كنف الروح رياضية لا خروج عن النص خير الممثل وخير سفير لكرة القدم المصري النهاردة مودر من فيوتشر والأهل كرة من أجل الكرة ومتعة واربع أهداف وهدفين هنا وهدفين هناك واكسترا تايم هم مستمرين مع المتعة عبر شاشة محمد هاني محمد هاني ظهير له على طول كريم فؤاد يطلع جوزيف جوناثن تنزل الكرة على طول لهاني هاني هاني لكن تطول من هاني تروح لجوناثن غنان محمد ضغط قوي من علي معلون حس إن الولد الصغير الجنبي ده بيتنطط كتير قال لك أدخل عليه جامج بحيث أعمله عملية إرهاب كروي شوف علي هو رايح يقول له يعني إيه خف علينا شوية ضربة حرة مباشرة محمد ربيعة يلعب الكرة طولية عند اتجاه مد عاطف استلام من عاطف يضغط مروان عاطية مروان لكريم فؤاد كريم 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 فؤاد كريم يحطه على طول طاهر تعدي من طاهر قطع لعيب فيوتشر بيعمله اللي مكانش بيحصل في أول اللقاء كان أول اللقاء على طول يعني بيطفشوا الكرة دلوقتي بيخرجوا بالكرة بشكل كويس علي معلون لعمر السولاية عمر وقفشة اللي اتنين موجودين فؤردية الملعب مودست مودست يعني لأسست لقفشة محطة أفشة لكن محطة مودست لكن الكرة التانية كان قفشة بعيد هشام عادل مميز هشام لكن تاكلنج بمتياز من مران عاطية تخرج الكرة إلى رمي التاس كولر منفعل عمين كولر يقول لحد جو بشكل فيه عصبية مين مين مش عارف جوزيف جوناثن نلعب في دياء 98 سبع دقائق تفصلنا عن نهاية الشوت الإضافي الأول ومستمرين فيه متعة فيه أمسية كروية أمسية الخميس 28 من ديسمبر عام 2023 والعام قبل أن يودع أيامه الأخيرة أبى أنه يحرمنا من المتعة والإثارة والإطلاق كمة كرة قدم مصرية فوق الأراضي الأمراضي وعمر السعيد هشام عادل هشام 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 لها تصويب ولا تمريرة وتطلع الكرة إلى ضربة مربع لصالح النادي الأهل الأهلي مش من مصلحته إطلاقا أن يروح لركلات الترجيح مش بس عشان وجود جنش لا لأن انت بتخلي الفرص تقريبا متساوية وبالتالي الأهلي عايز يخلص فيه المية وعشرين بينما فيوتشر مودن فيوتشر يركن لوجود جنش ويركن لتفوق جنش في النهائيات تحديداً عن نادي الأهلي عشان كده اللقاء يعني يلعب على تفاصيل وجزئات بسيطة جد بدن أدي كريم فؤاد عمل وان تو لكن يطلع على طول هشام عادل نازل بأدوار دفاعية وأدوار تكتيكية محددة هشام عادل بيكمل وكان صنع الهدف الثاني هدف محمد محمود اللي كان سجله في الجهة الخمسة علي معلول علي أرضية تقطع من علي زعزع ترجع مرة تانية لأفشة أفشة دخل بديل في الشوت التاني وحشة من أفشة إطاع محمد محمود لدرامان لدرامي دربة حرة مباشرة للجنب وإنزار ضد مروان عطي إنزار مستحق ولك صغير يساري كورته حلوة شوف رأس مروان لجوه الملعب مروان وقف سبت نفسه عطى الهجمة فأول تكتيكي وخد دربة حرة مباشرة درامي وإنزار لصالح مروان عطي أول إنزار لعب الأهلي نلعب في الديئة مية نلعب في الديئة مية أحد المشجعين النادي الأهلي يبدو عليه التركب ولي محمد هاني محمد هاني محمد العلي معلول علي معلول ليه طهر محمد طهر طهر المروان عطية على فكرة الأهلي لا يعرف إلا الفوز كلما ذهب اللقاء للوقت الإضافي في السيطرة ففي الحالة إنه مراحش اللي يكلت تروني يعني أمام أمبي في 2005 فاز 1-0 كان هدف الصخرة ها الجمعة المصري 2017 وليد أزارو والنسخة الماضية كان أمام بيرميدز بتوقيع علي معلول إذن ثلاث مرات الأهلي فاز في الأكسترا فنشوف علي معلول علي معلول يحطها ليه عمر السلية والسلية لكن ينقض على طول بامتياز علي زعزع وتطلع الكرة رامي التماس من عمر السلية تركب لجمهور النادي الأهلي تسع مرات الأهلي لم ينهي السوبر في التسعين ست مرات منهم فاز باللقب ثلاث مرات في الإكسترا تايم وتلاث مرات بعد ركلات الترجيح في حين لم تنصفه ركلات الترجيح في ثلاث مناسبات إحصائيات الأهلي بينما مودرن فيوتشر مودرن مودرن من اسمه تعرف أنه لسه الكصة حديثة لسه فريق يتحسس خطاء فريق وليد لوليد رئيس نادي اسمه وليد وليد دعبس عام شغل كبير جدا مع نادي مودرن فيوتشر وأيضا على مستوى قطاع النشاقين دكتور وليد كنا تروح في الجبهة اليسرى عند علي معلول علي لمحمد عبد المنع لمروان عطية مروان ليه أفشا أفشا تردد أفشا أفشا يرجع يحطها لطاهر طاهر 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 بالخدم اليسرى لكن تصويبك اطلع بردك يسر الطاهر غير يمناه لكن المكمن الخطورة طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر وريكاردو فرمدزينيو كأنه بيلاعب الأهل دلوقتي بتشكيلة ليست من الأساسين هذه الكرة بعض من المشجعات النادي الأهل منتظرينها في الشبكة وإذا بكرة طاهر يعني كادت أن يعني تصيبهم شخصيا مش تصيب مرمى الحارس هتموت جنش جنش دقتين تفصلنا عن نهاية الوقت الإضافي الأول extra time محمد هاني كرة بدون عنوان طلع كرة يا رامي التماس محمد هاني رامي التماس هلعبها علي زعزع علي لمحمد محمود محمد حبما أخطأ ريكاردو فرموزينيو أن تشكيلته لم تضم الثنائي عبد الكبير الوادي محمد محمود أعتقد كان هابل فيوتر في شكل أفضل كتير وجميع لكن على أي حال حتى اللحظة وماشي كويس جدا درامي خطير يقطع على طول عمر السلية عمر يحطها على طول في الجابهة اليسرى عند كريم فؤاد لكن ينقض علي زعزع طاهر بدل ما يمرر قرر إلى رأس فعقبو علي زعزع قطاعها منه وروغ عمر السلية ولعبها طولية لكن يقطع على طول رامي ربيعة رامي ربيعة تروح لدرامي الراجل ده راجع من التسلل لكن محمد هاني يرجع الكرة على طول لمصطفى شوية مصطفى يلعب كورتول محمد عبد المنعم مزال يتحلل هدوء عبد المنعم مروان عطية لأفشة استلى ملفة أفشة حطال كريم فؤاد كريم تقطع منه ميز باس كتير من لعب النادي الأهلي أحمد عاطف لمحمد محمود محمد محمود يا ولد حطال عمر السعيد لأحمد عاطف هل يلحقها لحيق أحمد خطرة من الجبهة اليسرى تروح على طول عنده عمر السعيد لمحمد محمود آمن باسم آمن باسم آمن باسم آمن باسم ده علي زعزع والله يا ولد يا مصطفى يا ولد يا مصطفى يا ولد يا مصطفى في اللقطة الماضية علي زعزع انطلق ومصطفى ينقص فرصة الهدف التالت لصالح مودرن فونش رمي التماس لصالح النادي الأهل رمي التماس لصالح النادي الأهلي وهدي الكادر يخطف الكادر اللقطة لفاتت مصطفى شبير شوف انتراض صريح من علي زعزع مع عملش عرضية لدرامي كان ممكن يبقى فرصة هدف محقق قفل لقيقة كويس مصطفى شبير وينقص فرصة هدف محقق في الاكستراطاين تخياله المين لنادي مودرن فونش أفشا أفشا حطال كريم فؤاد الخلول الفردية الأفشا أفشا والتصويبة ضعيفة تصطدم على طول بيه محمد ربيعة اللي بيشجع نفسه عامل ماتش هاي المحمد ربيعة تطلع الكرة الى رمي التماس رمي التماس دقتين وقت محتسب بدل من الضايع المرمى اللي كان سجل عليه الاهلي هدفين في الشوت الأول حتى اللحظة لم ينجح في هز شباك المحمود أجل كريم فؤاد لف حولي نفسه وطاع منه جوسف جونيفل والمرتدات في منتهى الخطورة لكن اثنين على واحد محمد عبد المنع عمل فنت استلم كورته ويبدأ هجمته بامتياز مع مروان عطية مروان ظاهر له علي في الجبل يسرى بقى أنا كتير وناشي اسمه علي معلوم طاهر اسرار من اللعب الأهلي عن الاختراك من وسط الملعب تتقطع المرتدة خطيرة ايه المتحدة ايه اللقاء ده ايه الحلاوة دي ادي مروان عطية وعنده انزار مروان وعنده انزار محمد عادل كان راحيم دي في اللقطة اللي فاتت عمل فاول تيكتيكي تاني وضربة حرة مباشرة لصالح نادي مودرن فيوتشر قلت خبرة من العبي مودرن فيوتشر لو بتلعب الأهلي في مع كامل احترام مع فرق من الشمال الافريقي كانوا راحوا وعملوا واحتجاج على الحكم وضغطوا على الحكم وربما كان كلف ده مروان عطية كارت احمد لا انسى يوم ضغط لعب الترجي على الحكم شو تذكر لا تسعيك سكرال تكر الحكم على محمد بركات مع احتكاج بسيط جدا لخلد الكوربي فجأة لقى نفسه بركات خارج المرد امور بسيطة محمد محمود محمد محمود سابها لجوزف جونيفن يحطها في الجبهة اليسرى الهشام عادل هشام 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 عمل فنت هشام يسند مرة تانية على جوزف جونيفن انتهى الوقت الأصلي والإضافي من الشوت الأقل الإضافي الأول وده تصويب تهشام أي حاجة تطلع الكرة دربة مرمى ومحمد عادل يطلق صافرته معننا نهاية أحداث الشوت الأقل الأول والساسبنس والإثارة مستمرة مدر فيوتشر والأهلي الأهلي ومدر فيوتشر إما لقب 14 وإما لقب أول محمد عبد المنعم يعاني من إصابة محمد عبد المنعم يعاني من إصابة في اللقطة اللي فاتت بعد استضام من هنشوف مين في اللقطة اللي فاتت أعتقد أحمد عاطس هذه الكرة وهذه العرضية من جوزف جونيفن وهنا الإصابة ليه محمد عبد المنعم إن شاء الله يقوم بالسلامة بين الشوتين الإضافيين مصطفى بتكلم محمد عد الفئي لسه واع محمد عبد المنعم يلطقت الأنفاس لعيبي مودرن فيوتشر أهلي لدي فأل غير حسن مع رقلات الترجيح في ضياف الدولة الإمارات الشكوية لم يعرف الأهلي يفوز مطلقاً ببتولة كأس السوبر المصري عندما تذهب إلى رقلات الترجيح خسر في المرة الأولى أمام الزمالك في 2017 ثلاثة واحد وعشرين عشرين تعرض الأهلي لهزيمة أيضاً أمام الزمالك برقلات الترجيح ثلاثة اثنين هنشوف الأهلي من أجل تفادي رقلات الترجيح وتفادي الماين جيمز اللي بشوفوا نفس كاركتر ونفس شخصية إمليانو مارتينيز الأرجنتيني حارس محمود جنش تحس نفس الشخصية أحدهم يتابع الآخر ما تهقليش أن إمليانو مارتينيز بيتفرج على جنش يمكن جنش هو اللي بيتفرج عليه لكن تحس إنهما الاتنين نفس الماين جيمز في البنالتيز نفس العقلية شوية جنش سألوه في المؤتمر الصحفي يعني أبدأ عدم رضاة تماما عن اختيارات روي فيتوريا لقايمة فيوتشر بشكل عام فكرة النادي رابع وصيف مجموعته في الكونفدريشن لصالح اليوسمة أكرم توفيق هينزل وهيخرج محمد هاني تنشيط للجابهة اليومنا محمد هاني كولر مازال يفكر في إنهاء اللقاء دون اللجوء لركلات الترجيح لأن إنهاء محمد هاني بيلعب ركلات الترجيح أحيانا أعتقد إنه ربما أكفأ من أكرم لكن كولر ما بيفكرش في اللي أنا بفكر فيه ده كولر مش بيفكر في الخمسة دلوقتي كولر بيفكر في الهدف الثالث فقط ولا غير وريكاردو فرمزينو يقولك لو ما جبتش جول أنا كده فاين أنا تمام نروح لركلات الترجيح وعندي جنش يعمل حركاته يعمل يأكتف مليانو مارتنيز مود ويبتدي يلعب مع لعبة الأهلي وهو عنده تفوق تاريخي على لعبة النادي الأهلي نشوف ربع ساعة اللي يحصل فيها نفتوح على كل الاحتمالات عمر السولاية السولاية لمحمد مجدي أفشا أفشا يغير الملعب الناحية التانية عند أكرم توفيق أكرم توفيق لكريم فؤاد لأكرم توفيق أكرم تضع الكرة على طول تروح لعمر السعيد عمر 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 تطلع بيها عمر إيراني التاس في لعطة جابها الكادر اللي علاء ميهوب يوريك التأثر والتركب لنتيجة اللقاء وهو ابن من أبناء الأهلي ده عظمت وقيمة أبناء الأهلي لما بيشتغلوا في الأندية الأخرى يخدموا مصلحة فريقهم في المقام الأول حتى لو على حساب النادي اللي نشأوا وترعرعوا فيه وبنى نجوميتهم وشعبيتهم لقطة كانت جميلة جداً اللي علاء ميهوب وهو يترقب ويؤذر فريق مودر ميهوتشار هادي عمر السعيد اللي سبب متاعب لمدفع النادي الأهلي ياخد لأمسة ياده عمر الشعيد عمر السعيد عمر السعيد ورياكشن عنيف جداً مع محمد عادل في اللقطة اللي فاتت متوقع أن ياخد فاول لقى كورة هاندبول عليه قام عمر مراوان عطية ظاهر له أكرم توفيق يسر إنه يديها الأفشة أفشة دخل للقلب أفشة دخل للقلب أفشة لمرر لمعلول ولا مرر لأكرم توفيق وتقطعت منه في وقت مش من المفترض أبداً في خطة مارسل كولر إن الأهلي يفقد الكرة تواعية محمد محمود دراميه امتياز للعيب فيوتشار كل التحية للعيبي مودرن فيوتشار وليجهازهم الفني ولمجلس إدارتهم أياً كانت نتيجة لقاء اليوم أياً كانت نتيجة لقاء اليوم حط تحتها مية خط أكرم توفيق على مهله يحطها في الانين ليه؟ كريم فؤاد كريم لأكرم أكرم لكريم وكريم لأكرم أكرم 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 اتأخر أكرم وزي ما محمد عادل ما حسبش بتاعة عمر السعيد حقه تماماً إنه ما حسبش دي طباطة أكرم لأنه انطلق بالكرة تحس إنه مفيش في دماغه حاجة معاناها هيعملها يجري بالكرة وخلاص محمد عبد المنعم يا ولد لو عدت هدف لفيوتشار لو عدت انفراد صريح وهيروح أحمد عاطف واحد على واحد مصطفى شبير وفرصة إدراك هدف ثالث لفيوتشار كانت تبقى قوية وكبيرة جداً 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 وحيد من اللاعب الأهل اللي بيلعب على المرمى طاهر محمد طاهر في يزير طاهر جنش كان مأمن صدره خلف الكرة وبالتالي يعني الكرة كانت بين أحضان الحارس محمود جنش جنش لعبها في المدرجات باتجاه أحمد عاطف أقوى من اللازم 12 ديئة تفصلنا على رقلات المأساة رقلات المعاناة الترجيحية كريم فؤاد يضغط مراوان عاطية كم من أهلاوي إدى معاد بعد الشوت الثاني على طول بعد ما تفرج على الشوت الأول معاد لخروجها أو لشيئنا رتل أموره خلاص إن كلها 45 ديئة ويشوف الأفريق بيرفع الكأس وخلاص لكن سبحانه مغير الأحوال وده سر وجمال وجنون كرة تلقى عمر السلاية كريم فؤاد يضغط على المودست بعيد مودست مراوان عاطية لعلي معلول حتى مفيش كروسات تخدم على مودست طويل القامة داخل منطقة جزاء نادي مودن فوتشور محمد عبد المنعم استلامها بشكل صعب طولت منه هربت منه وخرجت رمية التنس عبد المنعم وهو في دماغه بيفكر وكرة أنه هيستليم أنه هيدافع إزاي هيبدأ الهجمة طب يفكر في الساكند أكشن قبل الفرست أكشن فطلعت منه بالشكل اللي شفتو ده مستعجل دي مش طبيعة عبد المنعم لكنه مستعجل فعايز يقطع ويفكر في الهجمة طولت منه تطلع أكثر على طول إلا رمي التماس هلعبها عالي زعل علي محمد عبد المنعم دافع مصري بستايل أوروبي مش عالي رمي التماس واحد وسط أربعة اتلعبت له ضغط مروان عطية يتفادر ركنية مروان مروان يلعب بالعرض على طول باتجاه كريم فؤاد كريم كريم هشامي عطاله محمد عادل يديله الادلانتج هشامي عدى كريم فؤاد عدى كريم فؤاد عدى كريم فؤاد ومحمد عادل يلعب لو كان فيها فاول كان فيها فاول من الأول لكن هو أداله الادلانتج تعب كريم قلي محمد محمود ياخد دربة حرة مباشرة ضد مروان عطية ضد مروان عطية محمد محمود يبصله يقول له عندي انظار على فكرة بالنجح ان ياخد فاول في اللقطة اللي فاتت محمد محمود ادي مروان مية وعشرة دية تقدم الاهلي بهدفين في الشوت الأول في دية اتناشر لكهرباء ودية خمسة وتلاتين لحسين الشحات ثم تسجل عمر السعيد في دية سبعة وسبعين قبل ان يدرك هدف التعدل محمد محمود في دية خمسة وتمانين نحتكم الى وقت اضافي حتى اللحظة تعدل اتنين احمد عاطف احمد عاطف لكن احمد عاطف يتعاطف مع لعب الاهلي في اللقطة اللي فاتت وتستعملن الكرة علي زعزع يحطى الغنام الغنام تطلع الكرة الى رامي ريكاردو فورموتينو ايركن البص خط الاوتوبيس على طريق مديرو جوزي مورينيو قلت يبدو انه لن يتلقى مكالمة من مورينيو كانت نتيجة تنصف لكن من يدري من يعلم علي معلول ولي جمهور الاهلي اللي بيحتفها حلوة والمرة معاه حاليا هي مرة طارق يخليها حلوة طارق اقدر يخليها حلوة لكن حطاها الافشة صعبة من افشة تبطع كرة الى درب طاهر انطلق داخل منطقة الجزاء طاهر برج الواسع ما شاء الله طاهر راوغ وعدة وحطاها على طابق لايه افشة لكن ضغط من محمد محمود ما نخلاش افشة يلعب الكرة بقى ريحية كاملة تطلع الكرة يا درب اخمار موسط حصرة لجمهور النادي الاهلي في ملعب محمد بن زاد كرة القدم هو تجارة بيع العواطن واحد بيفرح واحد بيخسر واحد بيبكي واحد بيحزن هي كده كرة القدم هو ده جنون وعظمة كرة القدم ودي احمد عاطف هجمة هنا الهجمة دراميه مش ممكن يا ولد يا مراوان ادي دراميه ضيع الجنبي وربما ربما الجنبي الفتى الصغير ربما يزعل كتير او انه ضيع الفرصة دي امام النادي الاهلي ربما يندم كتير ادي مراوان حتى اقول السلية السلية في اليمين على طول لاكرم ما شفناش اكرم من ساعة ما نزل ما شفناش انتلقت اكرم 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 على طول يرجع لأفشا افشا مودس ظاهر له يلعب العرضية التير على طول تنزل الكرة المراوان عاطية مراوان العلي معلول علي 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 يعمل عرضية مودس اول ما نعلكم اه اوفصايد اوفصايد على مودس هنشوف الفار هيقول ايه هنشوف الفار ايه اول من اخباركم لكن الرجل ده انا مبراجعش وراه احمد حسان طه ما شاء الله نسبة الاكيوليسي عنده تسعة وتسعين في المية مادام رفع خدها مني وانت مغمض هي تسلل لكن هنشوف الفار هنشوف الفار هيقول ايه لكن العرضية ده من علي معلول ومودس و反ر يقوله هؤلهم اذا اneyم برصبر رفع يقوللي محمد معروس اشوف الفار لكن اول من اخباركم احمد هتخيبذني احمد حسام طه هنشوف هنشوف الكرة ايه هنشوف الكرة الايدunky متبقاش تسلل والله فيها شك والله فيها شك والله الاكيوريسي بتاعتا احمد حسام طاه ال تسعة وتسعين لا تيد يا جدفل واحد في المية اول من اخداركم بهذا التسلل هل اولما واؤصايد جبونا كاريش جبونا كاريش جيبونا اللايف جيبونا اللايف من كل الزواء دي مش حدان جيبونا تقنية الفار هل هدف ثالث لمودست هل هدف ثالث لمودست أول من أخبركم قلت هل في أهلاوي أشد المتفائلين يتوقع أن الهدف الثالث يأتي عن طريق مودست هتقولنا اللايف هل هدف ثالث هل هدف اقتصب لسه إحنا في مرحلة الزكريات والهايلايت إلى أن نذهب إلى مرحلة اللايف لا نعرف ماذا يدور في أرضية الملعب في هذه الأثناء لكن هنشوف هدف هدف أنتوني مودست أول من أخبركم أو عفوا أول من أخبركم أنتوني مودست قدم من سود الفستيفاليا بروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر اللعب اللي لعب لكولينو هوفنهايم 85 هدف في البوندز ليجا ده 85 هدف لكن جمهور الأهداء أهلي لا يعني أهدافه في البوندز ليجا يعني أهدافه في الإيجيبتشان ليجا في ليجا في فرنسا عنده 31 هدف بخميس جيروندوم مردو وانيس وأنجي وباستيا سفي قوي جدا لكن كرة القدم لا تعترف على السيرة مودست تعترف على الحاضر الفار ينقذ أحمد حسام طاو ومحمد عادل وأنتوني مودست القادم ما نشوف بس عمر السعيد عايز إيه عمر السعيد ولمست يد على عمر السعيد أنتوني مودست الفرنسي القادم من على فكرة عنده جنسية مارتينيك جزيرة موجودة في الكريبي شمال ترندد وتباجه وسبحان الله حسيت أنه ممكن السيناريو ده يعد لإصلاح الأحوال بين أنتوني مودست وجمهور النادي الأهل لما تيجي تفكر إيه السيناريو ده كله هي إصلاح العلاقة بين مودست وجمهور النادي الأهل ليس أكثر ولا أقل مودست في المية واربعتاشر أنتوني مودست يسجل والأهل مجددا ينبض جمهوره بألوانه الحمراء الأهل التاريخي اللي يعيش وإرثي يتجدد وروح ينبض ودي كريم فؤاد يا ولد الرابع الرابع سيناريو قراء ورد يكرر مرة تانية يكرر مرة تانية أربعة تنين عفواً جنش حاول مرة أخرى كريم فؤاد كلما شارك أجاد دخل كبديل والأهل استدرك مودرن فيوتشا من الإكسترا تايم وده له أمل وده لبعض مسؤوليه ومسانديه وده لكل مسؤوليه ومسانديه بعض من الأمل لكن سبحان الله يتبخر الأمل بهدفين عن طريق البديلين أنتوني مودست وعن طريق كريم فؤاد اللعب اللي كلما أشارك أجاد يحمل عبق كده شامحان فيه كريم فؤاد مكوك جديد في تشكيلة النادي الأهلي شوف كريم ضغط على جوزل جونتان بمجهود فردي رائع والأهلي حيث يكنوا بالأساطير ويخلق التاريخ ويظل الفخر الأحمر يتسلل إلى كلهم معشاك ومشاجعي في ملعب محمد بن زايد النادي الأهلي دوابة الفرح والعزيمة ومدرسة للإصرار والتحدي أي نعم تعادة لمودرن فيوتشار لكن تعالوا نلعب إكسترا تايم تعالوا نلعب إكسترا تايم ومودست يسجل وكريم فؤاد يسجل وكما عادة أراور الدايمونز في الموندياليت وتعادل على الأهلي بـ 2-2 لكن الأهلاوي الأصيل الأهلاوي الحق كان في بطله بطيخة صيفي وعارف إن الأهلي هيرجع ويكسب بالبرونزية نفس الفكرة ونفس الساسبينس مزيد من الساسبينس بسيناريو هيتشي كوكي الأهلي يكسب 4-2 والأهلي يتفوق على مودرن فيوتشار اللي أرجع وأقرر قلت أيا كان علي زعزة انطلاقة وياخد فاول فاول هنا وربما أنزار فاول وأنزار مستحيل اللي قلت أيا كانت النتيجة كل التحية لفريق مودرن فيوتش كل التحية لمودرن فيوتش على طريقة وليد أزارو وعلى طريقة واق الجمعة وعلى طريقة علي معلول يسجل الأهلي في الإكسترا تايم هذه المرة أنتوني مودست يسجل عشان يعني الأهلي يتفوق طول أنه عدر على مودرن فيوتشار في الإكسترا تايم لقاء ممتع أسيب حضراتكم تستمعوا بصوت الجماهير حتى ألططت حتى أنفاسها دامي ربيعة يا ولد 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 يرجع الكرة عليه مصطفى شوبر الأهلي الأهلي مش أول مرة يشارك في دورات رباعية له تاريخ كبير وإرث كبير النادي الأهلي مين ينسى؟ كاس السوبر العربي 97 الأهلي وأولمبيك خريبكا والفيصالي الأردني والرجاء ورقصية سمير كامونة رقصية سمير كامونة 98 بطولة العربية 4 فرق الأهلي وفريق باب جديد الأفريكي التونسي والحمراء ومولدية أهران والشباب السعودي يوم هيفوز الأهلي باللقب مع تسوبن البلاي أوف موسم 2013-2014 والفوز بجيل من كريم بامبو ورمضان صبحي وولاد صغيرين مع فتح مبرو في البطولات الرباعية لا تخشى عن نادي الأهلي مش أول مرة صحيح دي أول مرة تقام بالنظام الكؤوس صحيح في مرة في كأس النخبة 95 يوم خسر الأهلي لما كان بيلعب مع الشباب السعودي والتحاد جدة والهلال خسر الأهلي من الشباب بسيناريو حتى اللحظة هنا يتم ذكر عبد الرحيم العرجون يعني ينتاب الأهلوية مشاعر من الغضب ودي مودست خلاص الصقة رجعت الصقة رجعت لمودست لأ نفسه مودست لكن يوقع مودست يحاول مودست يعني عربون وكأن الأهلي تعاقب اليوم مع أنتوني موروز صحيح بدنيا هو بعيد لكن بقول لحضراتكم سيفي قوي جدا 35 سنة الأهلي يجرب زي ما ودي ديغلا يجرب مع فلوري مالودا يجيب اسمه على free transfer من أسود الفيستفاليا بروسيا دورتموند يجيب لقب سوبر زي ما برونو سافيو كان أجنابي قبل كده جاب لقب سوبر وكأن الأجانب موعودين مع الأهلي بالسوبر الأهلي السوبر في تفوق على modern future هذه إصابة وأني شوف هنا لأن الإيد خلاص الإيد لا يسجل بها وبالتالي مع آخر تعبير الإيد ما تعتبرش تسلل لكن حطها أنتوني مودست يا ولد يا ولد وثقته في نفسه وقول لأ مش تسلل يا ولد النهاردة عيني ما كانتش بردة على مصطفى شبير أتره واعترفه على أحمد حسامته أتره لكن على أي حال يعني الفور رجع وصلح راية أحمد حسامته ومودست وكريم فؤاد رجعوا وصلحوا هفوة من مصطفى في لقطة الهدف الأول وكلها خبرات كلها خبرات كلها خبرات أنتوني مودست ترجع الكرة على طول ليه عمر السعيد راجع من التسلل عمر محمد عادل حضر لقاء بكفاءة عنده ولد بشمهندس علي كلية الهندازة ورقاية إن شاء الله في العبدية محمد عادل موجود في الكان إن شاء الله 12 سنة كان حلمه يبقى حكم محقق حدفه لما كان بيتفرج على رجنتينو كاميرون مع يعني تتذكروا هذا فرانسو أمان بوك هذه كريم فؤاد كله هنشوفه في الكان بإذن الله كل الأمنيات الطيبة روي فيتوريا مع المنتخب الوطن المصري كان تنطلق بإذن الله في 13 من يناير من أجل لقب 8 للفرع محمد محمود محمد تحية 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 كان زمان الواحد يستنكر تماما فكرة مكافئة الإجادة لفريق هزن أو خسر لكن لو كنت من مسؤولي مودرن فيوتشر بالنظر للفريق الكبير بالفريق تأسس في 1907 عنده 25 لقب قاري ثالث العالم فريش طازة وإن أنا أقدر أخذوا الاكسترا تايم لا لعيبة تستحق مكافئة إجادة أحمد عاطف تسديدة فيها تعب وإعياء من أحمد عاطف تطلع الكرة إلى دربه ويمرة الأربعتاشر في تاريخ السوبر أول ما نسجل في السوبر ضيفنا في الستوديو كابتن حازي إمام كان أول ما نسجل في السوبر أحمد عاطف ودي جمهور النادي الأهلي الجمهور اللي ليه دور رائع في دعم فريقه بشغف وحماس جماهير في جدة محتشدة وجماهير في أبي ظبي مؤذرة وجماهير في القاهرة منتظرة منتظرة عودة الأهلي من رحلته الأسيوية على أحر من الجمر لقب سوبر الأهلي سوبر مأكولر اللقب الأربعتاشر في تاريخ النادي الأهلي والثالث على التوالي مصطفى يلا مصطفى محمد عادل كان رايح يدي له انذار قالك مش هرجع في كلمتي راح عدة لمصطفى شو بير انذار لمصطفى بيقول له والله يعني ما في دماغي حاجة للموضوع خلصان يعني خلاص بس يعني باخد وقت ودي ريكاردو فورموزينيو زعلاني عن نتيجة أعتقد أن الجزوين مورينيو لو تابع أيضا هيكلمه بالنظر للمردود الإيجابي جدا اللي قدمه منساش أأكد أنه خد فريق جاهز عمل عليه شغل كبير فريق تكون وتشكل على يد علي ماهر وعلى دزار الساقة واستلم الرايا علاء ميهوب وريكاردو فورموزينيو وأحمد سعيد أوكا وباقي الجهاز سعيدا سعيدوا دور كبير لهايسام عربي في التعقيدات كل ده أمر واضح في خيارات مودرن فوتش ودي طفل قرر أنه يحتفل بعلم أم الدنيا بعلم مصر لمجال لأي علم في قلبه سوى علم مصرنا الحديد كرة القدم أكبر من مجرد لعبة رياضة تنمي الوطنية وتنمي الولاء والانتماء للنادي ومن ثم للوطن أمور كبيرة والأهل نارضى في أمسية مسك الختام للأهلوية في 20-23 محمد عادل يطلق صافرته مبروك فوز النادي الأهل أربعة اتنين بكأس السوفر المصري لكرة القدم للمرة الأربعة عشر في تاريخه رقم قياسي لصاحب الأرقام القياسية أروح لكابتن سيف زاهر بعد الوجبة الكراوية الداسمة وإلى أن تطفي مجددا لا تذهب بعده موسيقى 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 الصقر الجريء أحمد حسن يحمل كأس السوبر المصري صقر يسلم الكأس إلى نسور أهلوية كأس السوبر الأربعة عشر مبروك فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الأربعة عشر في تاريخه رقم قياسي لصاحب الأرقام القياسية انتصار يعكس مرة أخرى تفوق الأهلي وسطواته في عالم الكرة المصرية الفريق أظهر طوال اليوم وطوال البطولة أداء رائع وروح قتالية لفتة في المباراة عرض استثنائي ليستحق بجدارة تتويق باللقب وإستاذ الحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة المصري سعادة عارف حمد العواني الأمين العام سعادة السفير المصري شريف عيسى بدولة الإمارات الشقيقة أستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري وسعادة محمد هزام الظهري الأمين العام للاتحاد المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الأستاذ يحيى بالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المتحدة الرياضية المهندس سيفي الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن واستدات للاستثمار الرياضي باقى ولفيف من الحضور الكريم من أجل لقب غالي للنادي الأهلي ومن أجل بطولة مشرفة خرجت في أبهى صورها وفي أبهى حلة نيو فرمات شكل جديد لكأس السوبر المصري على طريقة السوبر كوبا إيطاليانا كأس السوبر الإيطاليا دي أمامنا محمد علي هذا الموسم أيضا لأول مرة تلعب بأربع فرق الإنتر والالزيو ونابليو وفيرنتينا وبالتالي هو أمر دلوقتي يحدث في عديد من البطولات دي كابتن محمد فاروق دور الكأس السوبر الأسباني ريال وبرسلونا واتليتكو مدريد وأوساسونا أيضا في الرياض سيقام في مطلع الشهر يناير أحمد حسام طاها محمد معروف حكم رابع فار نشوفهم في الكان ونملي ونمتع عيننا بيهم إن شاء الله دي خالد مورتاجي ودي سوبر ده أيمن منصور طبعا عضو مجلس دارة فيوتشار ولقب سوبر إفريكي في جوانس بيرج يتذكروا الزمال الكوية بكل خير دي أحمد حسام طلب ودي يوسف البساطي ودي أمامنا السيد جمال علام والدكتور أشرف صبحي رحلة أسيوية بامتياز للأهل يبدأها ببرزية العادة في المملكة العربية السعودية في الموندياليتو للمرة الرابعة وأنهاها بلقب سوبر في الإمارات أفضل لعب نتشوف أفضل لعب مراوان عطية مراوان عطية ياخد أفضل لعب هذه حلاء ميهوب بيسلم عليه وروح رياضية جميلة مراوان عطية أخذ كائزة أفضل لعب المهمة تمت بنجاح نجاح يعكس الإسرار والإجتهاد وفوز الأهلي ودي مراوان تعثر وكاد أن يسقط لكن على طول الروح الجميلة بين بلدين طلبان ينبضان في جسد واحد وفي روح واحدة المأمورية تمت بنجاح كولر بالتأكيد فرحة كبيرة سوبر العلامة الكاملة مية في المية تلات ألقاب سوبر أربعة اتنين النهاردة الرقب التاريخي الأهدف مسجل في نهاية سوبر واحد كان الأولين والزمالك موسم 2004 أربعة اتنين أيضا مركز الثاني مركز الثاني فريق الأدم ماتش جامد أوي 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 فريق فيوتشور حقيقي فيوتشور أدم لقاء رائع ودي سورة سكرال طاقم التحكيم أدي ريكاردو فورمودزينهو قدم يعني شوت تاني رائع استدرج الأهلي للإكشترا تايم وريكاردو فورمودزينهو فضل ونحتفظ بالمدالية الفضية دون أن يرتدي أدي علي الفيل وقدامنا لعبي النادي الأهلي متأهبين وأدي جنش دكتور عشف صبحي رجل رياضي عارف قيمة جنش ودور جنش وأدي مروان محسن لعيبة يعني حست أن اللقب كان قريب منها وبالتالي يعني تحس أن فيه حصرة محمود ريز لم يشارك محمود ربيعة جرتالي كميس الشام عادل لكنه ربيعة تكريم لعبد الكبير الوادي مدالية الفضية باسم عالي أدي مداء كويس كل الحب ونجح أن هم يعني يكسبوا احترام الجميع احترام الجميع معي بفوتشون مودرن فيوتشون عشان عادل روح الرياضية رائعة محمد صادق ولا مشهد فيه رجع النص زمن اللعب الفعلي كمان كان كبير جدا 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 خلد مرتجي موجود أحمد عاطف يبدو عليه علامات عدم التصديق زعزع أدي نيجيري ربابوندي غنام قدم ماتش هاي الغنام في وسط الملعب أحمد عاطف حاول كتير لكنه فشل في التسجيل النهاردة أحمد هل عنده اصابة في ايده أو حاجة ألف سلام أحمد علي زعزع مميز وليه مستقبل داهر علي زعزع لم يتزعزع عمام هجمات الأهل المتتالية جوزيف جوناثن أدي مارسل كولر وأدي خالد بيبو أترك مميز سانداونز ألفين وواحد النسخة أو اللقب التالت شامبيونز في تاريخ الأهلي ثم الانطلاقة وتوالت البطولات دوري أبطال إفريقيا وأدي جمهور النادي الأهلي بالأربعة فرحة صال ونساء وسرار وكبار يعني أعرفش هل انتهى تقليد المداليات لعيب فيوتشر أتمنى أن نقول كل أسامي لعيب فيوتشر راري حسين المركز الأول المركز الأول رامي ربيعة طائد الفريق الأهلي بطل سوبر النسخة أو المرة الأربعة تاريخه للمرة الثالثة على التوالي والثلاثة مع مارسل كولر الأهلي سوبر مع هذا الرجل السويسري بالدقة اللازمة للسويسريين ينجح في الفوز بالسوبر المصري جمهور الأهلي كان ممكن يعني يغفر فكرة هزيمة السوبر واخسارة السوبر الأفريقية لكن المصري لا فصطل في تلك الظروف المهيئة ودي أيمان منصور ودي عناق بن خالد مرتجي ما لبث أن نزل من منصة في جدة في الجوهرة المشعة وفي نفس الأسبوع يقف على منصة أخرى محظوظ كل من تقلد منصب أو ارتدى قميص النادي الأهلي فريق يعرف طريقه جيداً إلى البطولات ومنصات التكهيب أدي رامي ربيعة وأدي محمد هاني عمر السلية محمد مجدي أفشا تشعر بأنه لعب متواضع خلوق بر بولدية تسألني إزاي ولك معرفش بس من شكل محمد مجدي أفشا يديك الانتباع ده إمام عشور أول بطولة ليه مع النادي الأهلي الفولت العالي محمود عبد المنعم كهربا تقلق كهربا مع النادي الأهلي منزل دمامو رغم الإقاف ورغم العقوبات لكن كلما أشارك كان في المعاد كهربا ست أهداف النسخة الماضية تشامبيونز ليج أهداف تشامبيونز ليج وصاحب أهدم الهدف قد الدكتور أشرف صبحي كوكا كنت قلت إن روز التوريا يعني لو شاف كوكا كان ضمه لكن اكتشفت إن مخطئ إن كوكا في القايمة المبدئية الخمسة خمسين العيد قد الدكتور أشرف بيشد على يديه يعني بيثني على أداءه بشكل خاص هدي كأس السوفر عشرين تلاتة وعشرين علي معلول علوله تلاتة وتلاتين سنة نضم للأهلي نوسم الفين وستاشر الفين وسبعتاشر من السي اس اس السفاكس ريادي التونسي سجل مع الأهلي واحد وخمسين هدف وصنع تمانية وسبعين هدف آخرين في متين واحد وسبعين دقاء هدي إمام عشور إمام وكهربا إمام وكهربا الثنائي اللي عملوا في فارك مع النادي الأهلي خرجوا لكن البركة كانت في مودست محمد عبد المرعم فان بيرسي تقعوا أليو ديانج ربما تكون آخر ألقابه وتتويجاته مع النادي الأهلي على خلفية التقارير اللي بتقول إنه هغادر للدوري الكاتري حمز علاء حرس التاني هدي كريم فؤاد تاني مرة يسجل في السوبر على فكرة كريم فؤاد نسجل في مرمى الزمالك أكرم توفيق أكرم توفيق أنتوني مودست خامس أجنبي يسجل للأهلي في السوبر بعد جوني راجايي وليد أزارو وفرونو سافي وعلي معلول ودي علي في العالم التونسي ألو ديانج النسر المالي قدم مولدية الجزائر ثالث ورابع ما اسمه مع النادي الأهلي أنتوني مودست عريس لقاء اليوم حمز علاء هدي مودست توقعت السيناريو قلت هل في متفائل من جمهور الأهلي يتخيل إن مودست اللي يسجل الثالث فقد كان ودي مصطفى شبير أجاد رغم تلقي هدث مباغت وعناق حار من خالد مرتاجي لكن رجع على طوله دخل في أجواء اللقاء بسرعة دي رمي ربيعة ودي محمد عبد المرعم في غياب محمد الشناوي للإصابة محمد الشناوي ليس أتكلم عنه أتمنى له إن شاء الله السلامة قبل كأس الأمم الأفريقية بيت الجهاز خالد بيبو سامي أمصان اللعب اللي كان موهوب ياسين الميكياري حتى محل الأداء التونسي الدولي جيل مهد النفطي رياضة البعزيزي والأهلي يستعد لرفع لقب السوبر فريق الـ 116 عام والـ 119 بطولة 25 لقب كاري و94 لقب محلي أصبحوا 95 لقب محلي الأهلي 43 لقب دوري 38 لقب كأس وكأس السوبر الأربعة في الطريق يرفعه محمد الشناوي محمد الشناوي يرفع كأس السوبر للبرة الأربعة مبروك للنادي الأهلي مبروك للنادي الأهلي كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي ومبروك لعشات وجمهور النادي الأهلي من المحيط إلى الخليج رقم قياسي لصاحب الأرقام القياسية أداء رائع وروح كتلية لسيتة في نقاء اليوم عرض استثناء ليستحق بجدارة تتويج باللقب لقب يعزز مكانة الأهلي كواحد من أعظم الأندية في مصر والعالم العربي ويضيف إلى سجل الرائع من البطولات تقلق اللعبين وأبراعة كولر أسهم بشكل كبير في هذا الإنجاز أيضا دور الجماهير الرائعة اللي دعمت الفريق بشغف وحماس لمثيلة له قلت لحضراتكم جماهير في جدة كانت محتشدة وجماهير في أبو زبي مؤذرة وجماهير في القاهرة منتظرة عودة الأهلي من رحلته الأسيوية على حر من الجمر رحلة بدأها الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية وأنهها بلقب سوبر في الإمارات للمرة الـ 14 المأمورية تمت بنجاح كولر يخلد إلى قسط وافر من راحة بينما لعبوا الأهلي أو أغلبهم إلى تحدي جديد بقميص المنتخب المصري وبكمصان بلاد أخرى تونس ومالي وجنوب إفريقيا لكتيبة المحترفين من أجل كان كأس الأمم الإفريقية تبدأ بعد أيام بمشيئة الله نتمنى لقب تامن للفرعنة ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره محمد الشازلي أشكركم على طيب المتابعة لكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتهت البطولة والكاس في الجزيرة انتهت البطولة والأهلي هو البطل انتهت البطولة بأداء أكثر من رائع للنادي الأهلي وأداء رائع جدا أيضا لنادي فيوتشر بطولة الحية نجحة بكل المقاييس وفرحة كبيرة للاعب النادي الأهلي مهما زادت البطولات في دولاب الأهلي يفضل الأهلي يدور على الكسات يدور على المدليات هو ده الهدف الرئيسي الدرس النهاردة المستفاد ان انت وانت بتلاعب النادي الأهلي زي ما قال كابتن حازم كابتن عماد اوعى تحتفل غير واللعيبة في قط اللبس بحاتة ديئة مية وعشرة مية وخمستاشر مية وعشرين طول ما فيه وقت ممكن يكون فيه أهداف علي معلول بيحتفل مع جمهور النادي الأهلي رامي ربيعة مصطفى شبير مصطفى مخلوف كل لعيبة النادي الأهلي اللي أمامنا في الصورة أكيد فرحة كبيرة جدا طلع محمد الشناوي استلم الكاس سلمه لفريق النادي الأهلي اللي بزل مجهود كبير جدا 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 في البطولة أكيد لعيبة النادي الأهلي بتعاني من إجهاد ولكن أمام البطولات في اللقطات وفي اللحظات اللي الأهلي بيدور فيها على الكاس مفيش إجهاد مفيش تعب حمزة علاءه وفرحة كبيرة برضو بالكاس كل لعيبة النادي الأهلي مفيش حاجة اسمها أساسي مفيش حاجة اسمها احتياطي جمهور النادي الأهلي النهاردة اللي كان حاضر بالتزام كبير ودائما هو في المعاد وراء فرقته واحتفال وفرحة كبيرة اللقطة الجديدة النهاردة هي احتفال مودست مودست النهاردة بيحتفل والجمهور بيتجاوب معاه وعمر مجمهور النادي الأهلي ينسى أبدا لكابتن عماد اللي جال له الطلاب